يوم جديد إن شاء الله يكون يوم كله خير وبركة علينا جميعا بإذن الله صباح الفل على كل حضراتكم وأهلا بيكم وبدأت حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهل صباح الفل عليك صباح الهنة صباح الرزق وحفظة لأقول صباح النصر غاية المباراة اللي جاية إن شاء الله بين الأهل والداخلية وطبعا دوري المحلي استكمالا لمنشطة دوري المحلي بإذن الله اللي برضو هتكلل بالفوز بإذن الله للأهل وبذكور كمان بقى حلو احنا نتمنى ده أكيد احنا خلاص تطمننا إلى حد كبير على الفنيات إلى حد كبير خلينا بقى نفرح بحلاوة الفوز اللي هو بيبقى بسكور شوية نتمنى طبعا نشوف ده في الفترات اللي جاية دي أو ده الحال اللي احنا نعرفه برضو في الأول وفي الآخر عن النادي الأهلي طيب خلينا بقى ننوه في البداية عن فقراتنا لأنه عندنا كلام كتير النهاردة نقوله ملفات مختلفة بداية هنروح شوية للنستالجيا والفقرة المحببة لينا أنا وكريم قبل أي حد يعني فعلا ومطلوة بشكل كبير جدا أن أي حد عاشق لأي كيان يا كريم بيبقى في الأول وفي الآخر حابب أنه هو يسمع عن النستالجيا بتاعة الكيان ده ونرجع شوية بالتاريخ ونرجع نتكلم عن رموزنا كمان اللي قدمه كتير جدا للنادي الأهلي الفقرة دي حتكون مع الأستاذ محمد صادق مدير مؤسسة الأرشيف العربي هو دايما بيبقى حريص أنه يجب لنا يعني جرائد ومقالات وحاجات كده رجع مثلا 60 و70 سنة فاتت هو بيحب جدا من الناس بتحب جدا أن هي تجمع الحاجات اللي زي كده فإحنا كمان محبين أن نحن نشوف من 50 سنة تقلقي عن النادي الأهلي البطولات اللي النادي الأهلي يعني خادها وغيره وغيره أكيد من الأمور الفقرة الثانية هتكون معنا الأستاذة مننا عمر الناقضة الرياضية والفقرة الأخيرة هتكون فقرة تبية مع دكتور علاء الدين أحمد طبعا والفقرة دي هتكون مع كريم وملف جديد من ملفات يعني السحة تمام عايزين بس في البداية نقول لبعض مبروك أه استفتاء تايميدي طبعا وحاجات كده يعني معرفتش التفاصيل قوي بس مبدئيا مبروك بس هو يعني مبروك طبعا أي استفتاء الأهلي بينزل فيه أو قناة الأهلي أو برامج قناة الأهلي وإحنا أكيد لو هنتكلم عن نفسنا عشر الصبح في الأهلي أكيد هنسعد جدا لأن ده بيبقى إنعكاس لمجهود إحنا بنقوم بالشغل اللي بيتم على الأرض فالحمد لله فيه طبعا استفتاء تايميديا ودي مش أول سنة بالمناسبة برنامج عشر الصبح في الأهلي حصل بتصويت جماهيري على أفضل برنامج رياضي صباحي لهذا الموسم يعني حاجة أكيد تسعدنا جدا في الأول في آخر عايزين نشكر حضراتكو جدا كل الناس اللي صوتت كل الناس اللي بتحب البرنامج كل الناس اللي بتتابع البرنامج ده شيء يشرفنا وعلى رأسنا حقيقي وطبعا مش بس دي كريم الجايزة اللي كانت قناة الأهلي حصلت عليها اللي عايز أقولك كمان أفضل مراسل رياضي في استفتاء تايميديا كان زملنا العزيز جدا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي وأحمد ثابت كمان وكريم سعيد كانت أفضل فقرة تحليل رياضي يعني في موسم عشرين وعشرين في برنامج البيت الكبير مع كابتن إسلام الشاطر أي نجاح أكيد أي نجاح لحد من قناة الأهلي أو النادي الأهلي ده نجاح لنا كلنا في الأول في الآخر كده حنقول مبروك علينا كلنا كريم بداية حلوة يعني زي فول زي الفول ويا رب زي فول الحمد لله دي حاجة أكيد تساعدنا جميعا إحنا اللي همنا في نهاية المطاف أن احنا نكون دايما عند الحص نزلنا حضراتكم حتى بعيدا عن أي استفتاءات ده الهدف المنشود على الأل بالنسبة لنا وتأكدوا أن احنا بنعمل جاهدين عشان نحقق هذا الأمر فشكرا جزيلا لإقامين على هذا الاستفتاء تعالوا بقى ندخل في موضوعاتنا وقبل ما نستعرض مع حضراتكم أخبارنا وإحنا النهاردة عندنا شوية أخبار كلها تفرح الحقيقة بسم الله ما شاء الله بس إحنا دايما بندردش مع حضراتكم كل فترة أو تانية عن فكرة متحدي الإعاقة ودايما بنشيد بيهم وبأداءهم في كل المجالات ولا سيما الرياضة والرياضة بصفة خاصة أثبتت كل الدراسات أن هي بتساعد أصحاب الإعاقات على فكرة استعادة توازنهم الجسدي والمعناوي وبتخليهم يندمجوا بشكل كبير جدا في المجتمع والحقيقة نجاح زاوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بيكون دايما مرآة لنجاح للمجتمع نفسه يعني بيعكس صورة تحضر ورقي هذا المجتمع اللي بيهتم بها أولئك النمازج المشرفة وبيفتخر بيهم وبإنجازاتهم الدراسات أكدت أن كل شخص عنده إعاقة عنده إتقاط الكثيرة الكامنة جواه اللي بتنموا بالتدريب السليم وبالرعاية الصحيحة وده اللي بنشوف له 100 مليون انعكاس في كل مشاركة ليه أبطالنا وبطلاتنا من زاوي القدرات الخاصة في كل المحافل الرياضية المحلية والقرية وحتى الدولية حاجة كالعادة تشرف بس أنا أتفق معك جدا ويمكن كمان دستور 2014 اللي هتكلم في مصر هو أعطى حقوق كتير جدا لهذه الفئة اللي كانت برضو مهمشة فيه السابق بشكل كبير لو إحنا هنتكلم كلمة حق يعني لأ كانت هذه الفئة آه موجودة ما بيننا لكن كانت مهمشة بمعنى إيه مهمشة إن نظرة المجتمع عليهم إن هم فئة يعني محسوبين علينا وخلاص دي نقطة نقطة تانية فيما يختص مثلا بفرص العمل لأ ما كانش أي مؤسسة بتقبل إن هي تشغل عندها نسبة معينة من ذاوي القدرات تقول لك طب وانا ليه يعني أدفع الساليري دي أو المرتب دا لحد من ذاوي الهمم لا أنا أجيب حد سليم بدنيا وخلاص طبعا ثقافة مغلوطة جدا وثقافة ظالمة في الأول وفي الآخر جاء الدستور 2014 خلص لك كل الكلام ده وقضى على هذا الفكر وأصبح هناك بالإجبار إن المؤسسات المختلفة إن هي تشغل ويبقى فيه عمالة من فئة طبعا ذاوي الهمم لأن دول فئة موجودة خلي بالك يا كريم دي ناس فتح بيوت يعني هتلاقي عيلة هتلاقي أب مسؤول عن عيلة طب يأكل ولاده منين لو حضرتك مش قابل إن هو يشتغل معاكل مجرد إن هو جسدين انت شكله مش عاجبك طبعا منتهى الظلم اللي في الدنيا فيعني قانون كان لابد إن هو أو دستور كان لازم إن هو يضم مواد كثيرة جدا الحمد لله كانت لصالح هذه الفئة وده يعتبر طبعا الإنجاز كبير جدا بعد كده لما جينا تكلمنا عن 2018 هذا عام الخصص تحديدا لفئة دوي الهمم يا كريم كانت حاجة محترمة جدا إنك بتعمل أليرت كده على الفئة دي بتعرف العالم كله مش بس البلد بتاعتك إن إحنا مهتمين بالفئة دي وبنعمل لهم كمان سنة مخصصة ليهم تقديرا واعتزازا وكمان يعني زي ما بتقال كده اعترافا بأهميتهم في المجتمع عندنا أعتقد كل دي مكاسب كبيرة جدا لو هنروح للشق الرياضي بقى أنا عايزة أتكلم مع حضراتكو فيه خلينا نروح نشوف كده ذوي الهمم والرياضة تحديدا وده أنا وكريم كنا يعني بنزل معلومات قبل الهوى بيقولك الرياضة المنظمة لذوي الإحتياجات الخاصة بتنقصب مفروض يا كريم لثلاث فئات رئيسية من العاق ضعاف السمع والعاقات الجسدية والعاقات الذهنية كل مجموعة طبعا لها تاريخها الخاص ومنظماته والأحداث ورؤيتها لرياضة طيب إمتى ابتدى يبقى فيه لجنة باراليمبية لهؤلاء الأبطال عام 1988 اللجنة الأولمبية أدركت بقى ألعاب رياضة المعاقين البراليمبية اللي هم بالمناسبة دلوقتي زي ما احنا بنتلعوا دايما نقول بيجيبوا لنا الميدليات الأكثر عددا يعني حاجة محترمة وفئة جميلة وده هياخدنا بقى بعد كده للخبر اللي جاي والميدليات والبطولات اللي هم حصدوها خلينا بقى لابدأ معاك يا كريم تأكيداً لكلام اللي بتقال يعني بمناسبة كلامنا برضو عن الإنجازات الكتيرة والكبيرة والمشرفة اللي بيحققوها كل يوم والتاني كتير من أولادنا وبناتنا من زاوي الهمم وأصحاب يعني الإعاقات الحقيقة بيأكدونا تاني نرجع ونقول إن الإعاقة ما بتكونش في الجسد الإعاقة بتكون فيه الروح وفيه الإرادة إن وجدت الإعاقة في الإرادة ما نستناش حاجة من حد لكن لما نلاقي إن حد ظروفه القدرية حطته في وضع معين المفروض بمجابه إنه يكون يائس أو محبط ونلاقي العكس الصحيح بلاي إن إحنا بنتكلم على أبطال في نهاية المطاف وبالمناسبة جديد بذكر يا حضرات إن أي إنجاز بيتحقق ليه هؤلاء الأبطال هو حق ليه مبدئياً مش تفضل يعني مش تفضل من أي جهة ولا تفضل من المجتمع كل اللي بيحصل وكل اللي لازم يحصل لهم هو لازم يحصل في الأول وفي الآخر أن ده أبسط حق من حقوقهم كمواطنين مصريين تاني بمناسبة كلامنا عن النمازج المشرفة في الرياضة المصرية إمبارح اختتمت البطولة الإفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البراليمفي واللي انطلقت من يوم 27 في صال الدكتور حسن مصطفى طبعاً أبطالنا وكالعادة حطموا كل الأرقام القياسية في عدد الميداليات في مختلف الفئات والأوزان سواء كبار أو ناشئين أو براعم سواء كانوا رجال أو سيدات وده بيأكد دايماً زي ما كنت لسه بقول أن الأعاقة مش في الجسد أنت تقدر تحقق أي حاجة أنت بتحلم بيها فقط بإرادتك لما تكون إرادتك قوية وعلى سبيل المثال لو كلمنا عن شريف عثمان أو رحاب ردوان أو الأسطورة وده لقب فاطمة عمر اللي حصلت على 8 ميداليات ذهبية في هذه البطولة حاجة تشرف جداً جداً وبردو نرجع ونقول كل دي إشارات لأننا لازم نغير نظرتنا وطريقة تعاملنا مع هذه الفئة المحترمة من المواطنين من أولادنا ومن بناتنا رقم كبير ومشرف ومحترم جداً 8 ميداليات الذهب فتعالوا بقى حضرات نعرف تفاصيل حصولها على هذه الميداليات الذهبية الثمانية منها هي شخصياً إحنا معانا على التليفون فاطمة عمر بطلة مصر وإفريقيا في رفع الأثقال الباراليمبي فاطمة صباح الفل عليك ومليون مبروك وإن شاء الله اللي جاي أقوى كمان بإذن الله أهلاً بيكي معانا في عشر الصبح في الأهلي صباح الخير يا سيد كريم صباح الخير يا نهوان صباحكم دي الفل إن شاء الله وطبعاً إحنا بنبارك لمصر وشعب مصر على طولة أفريقيا المسطوحة المقامة هنا في مصر ودي طبعاً كانت حاجة شرف كميركي تلينا أن إحنا ننظم رسولها قوية زي كذا طبعاً يعني جتضم أكتر من 55 فرقة 164 لعب ولعبة من 27 دولة على حد علمنا لا دا هي دولة أفريقية لكن هي كانت مفتوحة أوكي طيب مبدئياً تعالي بقى نقف عند الثمن ميداليات الذهب لأن الإنجاز ده يستحق أن إحنا نقف عنده ونعرف منك تفاصيله ابتداء من استعدادك أصلاً لبطولة أفريقيا المفتوحة للأثقال والله طبعاً إحنا استعدين لبطولة أفريقيا حوالي أربع شهور إحنا كنا رجعنا من توكيو 2020 الحمد لله حسن فيها المدينة الفضية وبعد كده شاركنا فطولة العالم في جورجيا بعدها بشهرين ومن بعد فطولة العالم في جورجيا إحنا خدنا فترة راحة شوية ونضمنا المعسكر وبعد كده يعني خدنا فترة أعداد حوالي أربع شهور لعشان نستعد لبطولة أفريقيا والحمد لله يعني إحنا ظهرنا بمظهر طيب وكويس وحصلنا فيها على إنجازات كتير ومديليات كتير وبالنسبة لي أنا كمان كان يعني حاجة خاصة أن أنا كان عندي طار مع اللعيب النيجيرية من 2016 ما قبلش بهاش تاني فملتها في البطولة دي والحمد لله دبت أن أنا أتغلب عليها ويحصل على المديليات الزهبية وزي ما حدثك قلت أنا خدت الثمن ذهبيات لأنه كان فيه إيفنت جديد معمول في البطولة إنه دوعا الرواد اللي فوق الخمسة وأربعين سنة أنا حيبق ليهم مديليا ومديليا المفتوح ومديليا المجموع يعني كان المديليات كتير كده يعني ما شاء الله حاجة حاجة يا رائعة لا حاجة محترمة جدا بص يا فاطمة مبدئين حرجع تاني طبعا تسمعتيها كتير بس هقولك مبروك علينا مش عليكي لوحدك وحاجة أكيد أسعادتنا كلنا ولسه كنا منتكلم لو تبعتينا طبعا في بداية الحلقة بس أنا عايزة أروح معاك لأن أنا عادت أقرأ عنك شوية يا فاطمة حلوين يعني كان ليكي مقال قبل كده ومش مقال يعني كان فيه حوار قبل كده قريته على موقع وكنت بتتكلمي ده 2018 بالمناسبة كنت بتتكلمي أن أنت وصبتي بالإحباط في فترة التفولة عندك وكانت الرياضة هي السبب اللي حطمت بيها هذا اليأس معلش حابين نسمع منك ولو في إيجاز إزاي قدرتي تعملي ده لا حقيقي أنا عند أنا في التعلي زي ما أنت حدثت كده قلتي أنا في بداية حياتي طبعا أنا ثلاثة في أسرة ما فيش غيرها يعني فيش غيري أنا اللي عنده حاجة مختلفة ما فيش غيري في الشارع الموجودة في المدرسة اللي موجودة فيها كل المحاتين فيها كانوا ما فيش حد عندهم حاجة مختلفة غيري فأنا من طفولتي وأنا شايفة أن أنا يعني ليه أنا شمال أنا اللي عندي حاجة زي كده طبعا أنا مكنتش فاهم حاجات مكنتش فاهم أنه دي أكيد ربنا بيختص بيها حد معين وكده كنت متضايقة جدا كنت بعينها جدا يعني كانت زمان مش دلوقتي كانت تنمر كبير جدا صح على الفئة بتاعتنا كان فيه تنمر كتير جدا وكان الناس ما عندهاش وعي ما عندهاش يعني إيه أتعامل مع شخص زاوي احتياجات خاصة إزاي ما كانش فيه ثقافة يمكن كلك يعني كان بيبقى النظر ليه كتير جدا ويمكن بيسلطوا النظر عليه يعني كتير قوي لحد لما هو يتدايق عشنا دلوقتي الحمد لله با عندنا الثقافة دي با عندنا إزاي أنها نتعامل مع إيه إزاي نحن حسيته أنه هو إنسان يعني مش مختلف إنسان هو يعني ربنا بيخص إنسان بحاجة معينة بس بيديه له حاجة تانية أقوى من الإنسان اللي شبهه لأ لنهاردة إحنا نتطورنا كتير جدا 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 وبعدين أنا أما لجأت الرياضة لجأت الرياضة عشان أغير المنظومة دي أو أغير النظرة دي للناس برافا عليك إنت إزاي تبص الإنسان اللي هو عنده حاجة نقصة إزايك نظرة نقصة لا ده هو ممكن يعمل حاجة أنت متقدرش تعملها أنت كشخص عادي وسليم وسوي وكل حاجة متقدرش تعملها وبالفعل أنا منقية رياضة اخترت لرافع الأسقال عشان رفع الأسقال كانت في الوقت ده مش مشاهرة دوليا مش معروفة للبنات وقلت أنا لو نجحت فيها وقدرت أن أنا أعمل فيها اسمه ورقمه وكده أنا حغير فعلا لمنظومة دي وحقول للناس كلها أن أنا ما عنديش حاجة نقصة لا بالعكس أنا قدرت أعمل اللي أنت ما قدرت تعمله وما تبصليش البصة دي تاني لازم قبل ما نعرف منك كمان يعني المزيد من التفاصيل حاول استعداداتك بقى للمشاركة باراليمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين وطموحك واصل لغاية فين عندي بس تعقيب أو تعليق على حاجتين أنت قلتين وانت قلت في مجمل إجابتك على سؤالي أو سؤالنا هاواند مش فاكر بتقولي أننا ظهرنا في البطولة دي بمظهر طيب الحقيقة لا هو مش مظهر طيب هو مظهر أكتر من ممتاز أنت ظهرت بي وكل زملائك وزملاتك ظهروا بي دي حاجة الحاجة التانية بتقولي برضو فأنت بتكلمي هاواند بتقولي لها أن يعني في مرحلة اليأس في مرحل سنية مبكرة كنت بتقولي لي أنا مختلفة فاتضح في نهاية الأمر أن أنت مختلفة بس مختلفة بكونك بطلة مختلفة بكونك ملهمة مختلفة بكونك عندك قدرة استثنائية على أن أنت تحققك كتير من الأمور على حد تعبيرك أن الناس الأسوياء ما يقدروا يشي حققها فعايزين نهنيكي حتى على هذا الأمر الوحد بعيدا عن الإنجاز الرائع اللي أنت حققتي عرفينا بقى بالمناسبة استعداداتك للمشاركة في فاراليمبياد فاريس عشرين وعشرين إن شاء الله أنا إن شاء الله بستعد بكل قوة وعلى فكرة يعني برضو تتصريحي حصري ليك يا كريم أنا هشارك في أوليمبياد بريس بإذن الله وأنا عندي 52 تنة يعني برضو دي إنجاز من الإنجازات اللي أنا بحاول أعملها إن شاء الله يعني بستعد بقوة أنا عايزة أرجع طبعا أرجع لقب بتاعي الزهبية أنا حصلت على أربع زهبيات واثنين فضية في أوليمبياد في ستة أوليمبياد متتالية وده الحمد لله حدث ما حفرش في التاريخ ولا في الأسوياء ولا في الدولة التي احتاجتها الخاصة الحمد لله لقب للاتحاد الدولي بأفضل رياضية في العالم طبعا أنا عايزة أحافظ على اللقب عايزة أعتذل وأنا يعني صاحبة اللقب ويبقى معايزة سبع براليمبياد فإن شاء الله بستعدتلك قوة يعني بعسكر كتير بطمرن كتير وإن شاء الله بإذن الله مش هتخلى عن حلم يعني إن شاء الله فاطمة أنا عندي ليكي آخر سؤال وسؤاله أعتقد برضو ما ينفاش أنا ما أسألوش عشان نتطمن من باب يعني إن إحنا نتطمن عندنا أبطال عندنا أبطال عندنا أبطال استثنائيين حقيقي وإنت يمكن واحدة منهم مش بجاملك بجد يا فاطمة ولكن على السعيد التاني أنا لما أتكلم وأقول إن أنا عايزة أبطالي شاركه في الأولمبياد والبراليمبياد طبعا وإحنا عندنا باريس 20-24 لازم أقول أنا كمان دوري إيه كاتحاد أو كوزارة أو كدولة هل أنت يا فاطمة بتتلقق كل الدعم أنا بتكلم معنويا وماديا وحأكد على ماديا علشان أقدر أقول إن أنا بجهزكم بشكل كامل علشان بقراليمبياد 20-24 بصراحة حقيقي يعني أنا مش هكذب عليكي إحنا الفترة الأخيرة دي الحمد لله بقنا يعني من بعد ما إحنا أخذنا المساواة بيننا وبين الأصحاء بقنا زينا زي بعض الحمد لله الدعم زاد الوعي زاد الاهتمام زاد وبرضو خصوصا في عهد دكتور أشرف صبحي دكتور أشرف صبحي زي الشباب بررياضة رابطة الرياضي راجل عارف يعني الرياضي بيحتاج إيه ومتطلباته إيه الحمد لله هو موفر لنا الدعم كويس اللجنة البراليمبية موفررنا برضو الدعم كويس تكيادة الدكتور حسام الدين مصطفى وعضاء مجلس الإدارة فإن شاء الله بإذن الله إحنا قناة محتفة الأحسن إن شاء الله نعمل ذلك يا فاطمة صباح الفل عليك وألف مبروك علينا مرة تانية شكرا لك جدا حلو اللي هي قالته كمان يعني يطمنك إن إحنا تبتدينا نعم نمشي فعلا بالتراك الموطقي اللي كان لازم نمشي كتنقطة فيها مشكلة الفترة رفاتت لو أنت فاكر احنا نتكلمنا بده كتير وأبطالنا مش إحنا حتى يعني حاب الشأن هم اللي تكلموا أبطالنا وإحنا يعني محدش بحدش نتمنى فعلا أن الوضع يختلف لأنه خسارة لما يبقى عندك بطل عندك بوتانشل حلو جدا ويبقى اللقص المادي هو العائق خسارة يعني حقيقي أعتقد أن ملف الرياضة من الملفات اللي المفروض يتصرف عليها يعني رقم مفتوح بصراحة هم دول بتلاقي عائد منهم يعني بتصرف فلوسك وبتلاقي عائد على طول سريع طيب خلينا استكمالا ليه البطولات هنروح لبطولة إفريقيا لرفع الأثقال المقامة برضو في مصر وبتختتم فعلياتها بإذن الله خلاص بكرة الوقت بيجري لبطولات كتيرة جدا المقامة على فكر في الفترة دي لعبي مصر خليني أقول لحضراتكو عاملين بتاني أداء ولا أرواع بجد نحن نتكلم تحديدا عن صارة سامير هي بطلة رفع الأثقال اللي معنا دولاتي أو صريحة قدام حضراتكو يعني نجحت في كتابة التاريخ وأنا مش بجامل هي فعلا نجحت في كتابة التاريخ جديد بعد تحقيق هنا كام يا كريم بقتلت ذهبيات واغتلت أرقام قياسية جديدة في رفعات مختلفة وعايز أقول لحضراتكو ده اللي كان خلال منافسات بطولة إفريقيا عشان تصبح أول لعبة مصرية وإفريقية بتحطم الرقم القياسي في ثلاثة أوزان مختلفة يعني قصرت الرقم فيه ميزان 71 و76 كيلو 81 وأول لعبة مصرية وإفريقية وعربية بتحقق كميع الألقاب العربية والإفريقية والدولية والأولمبية يعني حاجة بجد فعلا يتعل عليها ما شاء الله صارت كمان تستعد بقوة عشان تخوض منافسات بطولة العالم يعني بكولومبيا في شهر ديسمبر المقبل ضمن طبعا برضو المحطات المؤهلة لأولمبيات فاريس عشرين أربعة عشرين حضراتكو أكيد عارفين الفترة دي كلها كده محطات مؤهلة عشان الأولمبيات أو البرالمبيات اللي هو الحدث الأكبر يعني فبرضو ده عطاكت من الأخبار الجميلة جدا وبرضو السلسلة أو استكمالا لسلسلة نجاح المرأة المصرية في الرياضة يعني اللي هي برضو يا كريم ما كناش بنسمع عنها بقوة في السنوات الماضية أنت دلوقتي بجد بقى اللي بيجيب لك ميديليات ذهبية معلش بقى مهاتش زعن مني هم السيدات أو النساء أو الفتاة المصريات صح ولا أنا غلطانا حد يقدر يكتر تكلمني بلغة الأرقام حد يقدر يكتر دي حقيقة والله ده نحن كل يوم بتفاوض كغير مسبوك يعني بل ومجنا الوحده كل يوم والتالي بيكون معنا إما استضافة أو لقاء على التليفون مع إحدى البطارات المصريات في رياضات مختلفة سواء أولمبية أو بارالمبية وأكيد دي حاجة تساعدنا وتصرف طبعا تعالوا بقى نروح ليه موضوع في منتهى الجمال وفي منتهى الإنسانية فكرة أن كل كيان محترم زي النادي الأهلي لازم يبقى له دور مجتمعي لازم يبقى له إنعكاس طيب على المجتمع ككل لازم يكون فيه أحداث وده اللي دايما بيحصل فيه النادي الأهلي اللي حيحيك في كل فترة والتانية ندخل في الموضوع على طول إنبارح تحديدا انطلقت فعاليات الدورة التانية لتنمية مهارات المشاركين المتطوعين للعمل كمعلمين في برنامج محو الأمية لموجه هذا الأمر موجه ليه تعليم العاملين بالنادي الأهلي القراءة والكتابة طبعا تحت إشراف اللجنة المرأة واللجنة العليا للجان بالتنصيخ مع الإدارة التنفيذية حرس العامري فاروق نائب رئيس النادي على استقبال الدكتور محمد ناصف وهو رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالأمس في نادي الأهلي الجزيرة ويمكن كنا كلمنا مع حضراتكم قبل كده أكتر من مرة عن هذا الموضوع وهذا الأمر وهو ضمن البروتوكول اللي وقعوا النادي الأهلي مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للتركيز على التنمية البشرية اللي بتواكب طبعا رؤية الدولة المصرية مصر 2030 وأكيد انتناقا من الدور الوطني والمجتمعي للنادي الأهلي والحقيقة النوع ده من الفعاليات يعني أقل وصف ليه إن حاجة في منتهى الإنسانية أنا بتفق معك جداً النهاردة خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعدها نكمل خليكم معنا طب إحنا عايزين نتكلم مع حضراتكم شوية هنا على كم نقطة خاصة به طبعا التمرين واللياقة البدنية وغيره لأن ده ملف مهم لكن التركيز عليها كريم مش بيكون بياخد حيث كبير عند بعض الناس يعني بعض الناس بتعتقد إنه ده كلام ده قلناه قبل كده كتير في الفقرة التباية اللي بتكون معنا في نهاية كل حلقة قد إيه الموضوع تقيل وقدي الموضوع للأسف شديد لو ما خدناش بالنا منه على اللونجران يبقى نتائج وحشة جداً علينا وسلبية وناس لحد دلوقتي ما عندهاش هذا الفكر تقولك الاهتمام بالصحة ده شيء خلص طالما أنا ماشي على رجلي وبقوم وبصحة وبعيش حياتي بشكل طبيعي أنا مش محتاج لعمل تشيك أب ولا أن أنا مارس رياضة ولا أن أنا خلي بالي من أكل ولا أي حاجة كل ده بيصب في الآخر إن حضرتك فجأة بتلاقي نفسك وقعت ده للأسف بيحصل ومش في أعمار متأخيرة ممكن أعمار متقدمة فعشان كده تاني هنرجع نقول أهمية الرياضة في حياتنا كلنا وكلام ده بنقوله لنفسنا قبل أي حد وبالمناسبة الله عزيزي الكريم بقى يروح الجيم كل يوم والله يعني إحنا بنتكلم أولا دي لوحدها معجزة يا حضر دي معجزة حق وقد كانت لأن أنا على فكرة أنا واحد من الناس اللي نهودة بتتكلم عليهم أنا واحد من الناس اللي أضع عمر كامل لا مدرك لأهمية ممارسة الرياضة بانتظام ولا مدرك لأهمية فكرة أن الواحد يعمل شكف على نفسه كل وقت والتاني وينطبق عليها بكل حزفير والجزء حتى الأخير من كلامك اللي هو وقت أما الواحد بيقع بيدرك بقى أن الرياضة عملت كده في نفسه بتفهم معاك وكمان فكرة الكلام اللي احنا بنردده ولا كنت برضه من الناس دي وما فيش وقت لا لا مش قادرة لا على فكرة هو فيه وقت ووقت طويل جدا ويومك مليان على فكرة كان في 24 ساعة يعني أنت متخيل دايما بنطالب أن احنا نتمرن 3-4 تيام في الأسبوع 3-4 تيام في الأسبوع اليوم بيبقى ساعة ونص تمرين يعني أنت عندكش أقول مثلا 6 ساعات في الأسبوع تتمرن فيهم يعني طبعا سعب جدا حتى أبسط من كتب كتير وحتى بالنسبة للناس اللي بتبقى عندها مشكلة في أن هما مش أعضاء في النوادي معينة أو قدراتهم المادية مش سامحا لهم أن هما يشتركوا في جمات بلاش يا سيدي ساعة ونص اللي أنا واندي بتقول عليه نص ساعة بلاش ربع ساعة تمشيها في الشارع في أي مركز شباب وتمرينات ودي بقى دايما من ضمن حاجات الحلوة اللي في التقارير زي التقارير التي هتقدمه لنا دلوقتي لكابتن محمود فوكس فكرة أن في تمرينات سهلة ممكن تتعامل في أي مكان في البيت في الشغل يعني أنا بتتفهم معي هو ده اللي بالزبط إحنا هنعكسه بقى أو هنترجمه في التمرينات اللي جاي اللي هنشوفها مع كابتن محمود فوكس طبعا مدير جيم الرجال في النادي الأهلي بالجزيرة هو بيتكلم عن ده وفي نفس الوقت أهي حاجات على اليوتيوب على فكرة ممكن تطلعوها بعض التمرينات وانت قاعد في الليبن جروم وعلى فكرة في تمرينات على السرير في قط النوم يعني أنا شفتها يعني بص لوه بص رحت للإكستريم مش قادر أقوم السرير طب مش هنمرنا خلينا نتابع التمرينا ما فيه خلينا نتابع التمرينا كابتن فوكس وعكرة نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم صباح خير كريم صباح خير نهوان صباح خير جميل نادي أهل العظام صباح خير جميل عضاء نادي قلب ثلاث صروقه ودايما وحشينا دايما ودايما في صحة وسلامة ومنورية الدنيا وربنا يحفزكم من أي شر يا رب النهار دا يا رماعة نتكلم على موضوع مهم جدا وهو السشفاء العضلي وبدأ من التكلم عن السشفاء العضلي يبقى رقم واحد هو الستريتشات الستريتشات طبعا قضية مهمة جدا أو حاجة مهمة جدا يجب أن نعملها ونسل الأسف في بعض الجماعات أو نشوفها حتى ونحن في الجم بتاعنا يخفلوا عنها يخلص تمرنته ويمشي من غير ما يعمل أي استريتشات طبعا موضوع الستريتشات مهم جدا للسشفاء العضلي رقم واحد مهم جدا لأن تغيح رسمك وتحميل من أي إصابات رقم اثنين رقم ثلاثة بتخليه جاهز أنه هو يعمل بناء عضلي لما بدي تدخل جرعة الأكل أو جرعة البروتين لأن انت ساعتها بتتخلص من أي كرامب أو أي ضغطات على العضلة فبالتالي بيأخذ أعلى نسبة بروتين من الأكل تعالوا تكلم كده أو الستريتش معنا طبعا هننمع على الأرض دي أحسن نمعي للستريتشات كابتنا أحمل ينمعنا كده ووش شاكيناك طبعا هنمدي درجلينة كده وفر الظهري وحاول أمسك مشت رجلي بإداءة لتنين وعد من 15 ل 20 تكرار بس هنطول البرنامج والتقارير هنعد عشرة بس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أوكي بعد كده هنمع لجنبي أعمل ستريتش للخلفية للعضلة الخلفية بمسك مشت رجلي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وبالتالي طبعا بعد ما خلص العشرين عدة أو الخمستاشر هعمل الرجل التاني طيب تعالي مع بعض نعمل الكوادرسيبس أو العضلة الأمامية لعضلة الفغد بقعد كده في وضع الصلة بالزبط وافتح رجلي ويكون مشت رجلي على الأرض عادي زي ما أنا شغال وانزل بشويش على كعب على كوعي أنزل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أوكي كده احنا عملنا ستريتشات للعضلة الأمامية طيب العضلة الضمة واللي هي مهمة جدا جدا في الاسبرينتات واللي بحصل معظم الإصابات في الملاعب الرياضية بالسبب اللي أنا مش بعملها ستريتشات وبعض تقويات بحط بطن رجلي فوش وفوش بعض وافر الضهري زي ما أنا كده وبحاول أنزل برقبتي على الأرض ألمس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ولو عايز صعب موضوع شوية بنزل بسدري الأدجام واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر الستريتش اللي جاي مهم جدا وده نوع الانواع الاسترخاء الزهني والنفسي كمان بعض الدكاتر النفسيين بينصحوا بالوضعية دي عشان ده بيعمل استريتش وسلام نفسي جواك وبيخلصك من كل التوترات اللي جواك بسبب طبعا استريس الشغل استريس التمرين الوضع ده كاف إيه تحت بطني أو تحت صدري رجلي كلها على الأرض وأبص قدامي وأحاول أعمل استريتش البطني والصدري وتنفس وتأمل بقفل الرعنية وحاس بالتأمل واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر الستريتش اللي بعدين مهم جدا برده ده بيخلصك من التوتر والنفس والستريتشات والكرامبات في منطقة الظهر بالذات يلا إيدي كاف إيدي قدامي على الأرض وجبتي تحت بطني ورجلها مقفولة واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر الناس ده أنا كانت بتألني على استريتشات لعضلات الرقبة عضلات الرقبة أنا ممكن بيكف إيدي بضغط تحت واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر نحية التانية مقابلها بشويش طبعا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر والنهارده كده كده كن خدمة أكبر وأهم وضعيات في الاستريتشات تخلصني من الكرامبات تخلصني من التوتر النفس اللي أنا فيه بسبب الشغل أو التمرين وده ناتيكتو بيعمل لك نوع من أنواع الاسترخاء الزهني والبدني والنهارده كنا مع بعض ومواضيع تانية جديدة مع كابتن محمود فوكس النادي الأهلي مع الف سلام أهلا بيكم مرة تانية عودة من جديد لعشة الصفحة في الأهلي واللي من حضراتكم عنده فضول وعنده شغب وعايز يتعرف أكتر على تاريخ وعلى بطولات النادي الأهلي الفرصة العظيمة حصلت أهي إحنا معنا يا سيد محمد صادق يعني خير من يحدثنا عن تاريخ النادي الأهلي بإنجازاته العظيمة صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا صباح الخير يا سيد محمد صباح جميل يا سيد محمد عليك الله صباح الخير يا اللي معنا حب أسمع لو نادي أو ما أخش البرنامج جميلة قوي جدا جميلة وحب وتعمل فلاش باكات لأيام حلوة جميل لأو النهاردة فيه اللوك جميل وحات حلوة تغفيره حلوة كده وأنت جاي لنا بالأحمر بقى وجاي لنا بعد نفوز كبير وبطولة الحمد لله يا سعيد ده أنا والدتي اتكلمتني دلوقتي بتقول لي اش كله سيدنا هونده على المقدمة العظيمة الحلوة اللي بتخليك يا ابني فعلا النهاردة التاريخ الناس ببسلوه تح لازم ببس التاريخ طبع تملي بقول ثاني اللي بلا ماضي بلا حاضر الله صح نازم احنا عايشين على الماضي والحاضر والمستعب ويا له من ماضي في حالة النادي الأهلي فحورصة باعزين نتعرف من حضاك انت مجهز دينا ايه من منشبتات الزمن الجميل كل تاريخ الأهلي جميل النهاردة حنجيب حاجات كده بقى ايه مشكلة حلوة كده والأهلي وفرحته الأهلي فرحت مصر فرحت شعب يعني انا بني مدن بفرحش مفرحتش لما الأهلي كسب حي غريبة يعني حتى الناس اللي هم بيعودوا قلوا كنام كده على الميديا ومش عاجبني وانا كرابي كمشجع الله انتو مخدتوا اتنين دوري مكسبتوش الأهلي انتو كانت رخوا كله بيقول احنا مش عايزين بتقول احنا عم حاجة عندنا الدير بنكسب الأهلي ونعطلن عليها دلوقتي اتنين ايه تلمت بيكسبوا بطلتين هنرد بالتاريخ نشوف هنبدأ بحاجة حلوة كده كل حفل كل فرح ولكبير ولما بقول الكبير لما بقول الكبير لازم اقول مين المسؤول لما كنت انا مثلا مؤسسة معي اربعة وخمسة انا رئيس مجلس فكلو الستاذ محمد صادق الروح للكبير ممكن نعرض في الشاسة ايوه ايوه هن نبدأ انا جايب صورة جميلة دي ستعيج ايه بقى ده انا جايب الكبت للخطيب تتويج دلوقتي الورود الحلوة دي تخطى على لقابته كرئيس مجلس نادل اهلي واعظم المسؤولات نادل اهلي اللي معاه كلهم نشكرهم الورد دليل لان الرجل ده سيبر كتير عشان فرح وعد ميلاده برده كان مبارح اه ما دي منفجأ عملها بعد الصور بس نكمل على صور دي حقها الصورة دي احنا حطينه انا جايبه كيه صورة معينة جايبها عندي بس الصورة دي اللي جايب بيها مزيانه بالورود الجميلة وعلى لون اللصة والحلوة حديك لبساه ان ايه ان كابتل خطيب ده اهداء للكابتل الخطيب ومغرس نادل اهلي ان هم تحبوا اول فترة اللي فاتت عشان نوصل للبطولة هتبقى فتحة خيرة علينا بطولة بتيجي مبادئ وقيم واخلاب تبقى غالية اوية اكتر من مئة بطولة تانية فيها شوائب وفيها شكوك وفيها عالة كتيرة فحنا نشكر الكابتل الخطيب دي بقى اهداء للكابتل الخطيب وكل سنة وهو طيب في عيد ميلاده الكابتل الخطيب موليد 28 اكتوبر 1954 وده كان يواكب انا عدت ادور في ارشيف بتاعي وارجع بالذكريات كتير لجاتي نفس اليوم مولد الكابتل الخطيب كان فيه مطسم مولادة الاهلي والزمالك والاهلي كسب اربعة سفر اربعة واحد في نفس اليوم اربعة واحد فيه 8 اكتوبر 28 1954 يوم مولد الكابتل الخطيب كان الاهلي بلاعب الزمالك وان كان المواطسي كان بتعمل بينهم كل اول دوري والاهلي كسب اربعة كل سنة تغيب الكابتل الخطيب في يوم موليدك كان الاهلي بكسب الزمالك وفي يوم ما كنت كتني عن ندل الاهلي في 1870 كنت بترفع كاس كنت برضو اربعة يعني كده اربعة واحد وبعد كده اربعة تميل ده ما كابتل ماهر مثلا ده يعني شكله تغير خالص اه كابتل ماهر همام انا عربية دي بقى حنقش بقى ايه نلعب بقى في التاريخ شوية كويس في التاريخ كده الحلو كده احنا في سنة كام 2022 2022 فان 22 دي انا حبيتها فقلت الله تم ان اجيب البطول رقم 22 للنادل الاهلي في كاس مصر حلو وبعكين عطي البطول 22 حلو في كاس الدورية محنا سنفرحة بقى 22 22 22 22 كده كده يا كابتل ماهر همام كان البطول رقم 22 وعشرين في كاس مصر للنادي الأهل ورفع الكاس الكابتن ماء الهمام وكان مين الأحرز الهدف حيجي في الصور اللي جاية الكابتن الكبير المحترم الكابتن الخارج جد الله كان مشهور بالكاس كان سعيتها بقى مين بقى شوك مدين العظماء ده جيل دهب اه طبعا كابتن احمد ماء ال كابتن الجهر كابتن فتح مبروك كابتن حزم كرم يا كابتن حسام البدر كابتن قسام عربي مصطفى عبدو جيل 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 جميع 83 ده طبعا نحن كنا بالقابل مصري حظنا على طول وحيره وفيه كابتن فتحي فتح مبروك قا فوق نفس الكاس وقابت الجنب كابتن الجهر لابسة أبيانة يا نهاربيا بشكل وختلف خالص طبعا طبعا تاريخ التاريخ لازم الأهلي جماله وحلوته ان أي انسان مخلص في نادي الأهلي بعد ميس سنة التاريخ بيسكره بيخلاصه زي كابتن فتح مبروك شوف الجون هنا جاي بتحت الكرة وكابتن عادل عبد المنعم كان اهو الأهل يكز زعمته ويفوز بكأس مصر كم كام؟ 22 أنا برضو بعيد عشان 22 دي تبقى سنة كبيسة على الآخرين وجميلة لنا فهنا الكابتن خدر وستاذ محمد مش ممكن لا وعده قدر على ربط الأمين والتواريخ والبعد كابتن ثابت البطر رحمه الله ورفع الكأس ليمكن بقى شكل كابتن ثابت تتلخبط فيه هو من جميل لحد يعني الله يرحمه وفاته وهو نفس الشكل هو شكل كل الرجولة المتكملة وكابتن عبدأحد جمال الدين كان وزيد شباب الرياضة ساعته وكابتن إكرامي كان هو باديل كابتن ثابت البطر وهنا الرفع برفع الكأس في الاستاذ وكان مطش مهم جدا والقذيفة جاتنا حدود 18 رائعة من كابتن خالد جد الله كده بوش رجل من يومين هو كان لعيب حظية هنا التشكيل الفريسين اللي لعبه كان كابتن خطيب مقبس كابتن خطيب الكابتن خالد جد الله كابتن مصطفى عبدو كابتن مصطفى كابتن طهراب وزيد كابتن مجدي كابتن سابت كابتن سام عرابي كابتن ماء الأمام كابتن حساب البدري كابتن ربيع يسين والنحق التانية بقى فرق أولا أجمل في رئي المصري كان جلدها بساعتها في الفترة ديت الزمن دا كان كل الفرق في أعلى حالتها وأقوى حالتها عشان كده كان المقارم يبكسب هنا بقى نخش بقى دخلنا بقى المخلو بالعبن شوية الوقت هنخش على البطولة كابتنين وعشرين في التلت الدوري واحد ست 1989 الأهلي البطل يهزم الزمالك في الدوري استعيدوا وكانت المباراة دا يميل أحز لهدف الكابتن الجميل الخلوق كابتن علاء ميهوب جون جميل كان الكابتن علاء ميهوب حاجة كده حلوة كان كابتن علاء ميهوب حاجة كده جميلة من صناع اللعب وأحراز الأهداف كان هو حنشوف أكثر من صورة كابتن علاء ميهوب رجح كافة النادي الأهلي وكانت المباراة صعب قوي هنا بقى احتراما للنادي الأهلي وتاريخه برضو جبت جميلة النادي الأهلي الحمد للأهلي الأهلي هو إيه البطل درس للزمالك فصلهم لعب وفاز وصلتوا للدولة هدف ميهوب أسجلت أصوات الزمالكوية فقصفوا بالحجارة بعد المغاراة هنا برضو بجيب عن نفس الحدث من أكثر من مصدر قالينا بقى كابتن علاء ميهوب فرحته بيجلوا مين بقى جنبه هنا كان كابتن علاء في المبارادي وتاريخ الوحيدة ليه مع الزمالك قال كابتن سدي الجمال وورا كابتن سديه بردو شكل اختلف خالص خد تاني خد تاني لا شوف الفرح بص هنا بقى نقول إيه الأهلي بيقول لكم بصوا على قدكم مش أنا البلدة من عند مش زجل ده منشب مش شجل مش شجل ده هم منشط الكرة والملاعب حاجة جميلة المنشطات الزمين كانت قوية وكاتشي وبجد تحب أن أنت تقرأ الخبر بسبب المنشط بصراحة الجرنان الجرنان كان بيتباع بالمنشط يعني الجمهورية هرام المسائي الكرة والملاعب هنا بقى برص علامة يوه بفرحة يا سلام برغم من الكابتن أيمن طهر كل احترام كان نقول نادل زمالك اشهل كتير في المباراديت وقال عليه نجمل حكاية الدور العام والخاص الدور العام نحن ناخده من وراء والدور الخاص اللي هم كانوا بالزمان يعني يقولوا عليه نحن مش مهم مناخد الدور ولا الكاتب من نكسب الآهل وخلاص يعني على اعتبار ان اللقاء الآهلي والزمالك ده في حد ذاته دوري الوحيد دوري خاص منهم يعني في الدورين بعيد تاني اللي اتاخذ مننا سبحان الله البطل اللي بيقولوا عليه بطل ما كسبناش أنا كنت وعرف ان كل بطل في كل بلد هو بطل بلده وبيكسب الغريم بتاعه التقليدي هنا بقى تشوف الفرحة الجميلة كابتا علامة لما نزع على الأرض ورجع على وراء ازاي في حماس في حب من الجمهور حاجة غير أخي قلي بطل السابت البطل ابن أبو براه مايهوب صالح الجمهور كان الجمهور تمالي كان بيزور معه طبعا حين بقى الصوبر 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 من عيد عليها تسير لأن احنا عبدالي الصوبر 12 مرة دي احنا في كل بطولة مرشا الله لك الصوبر هو الأهلي ده المعنش احنا في كل بطولة البطولة الأولى قد بل بحضك أرجو المخدس بس ثواني معلش نرجع يا جماعة الصوبر الأبيضية ونخش احنا حتى لو ده نواتي بسيط بس هنليل كل حاجة الصوبر الصوبر انا ليه بجابي عزيز الخاص ده كابتن حمد بلال وكانت بلتو كابتن حدي خشبة والكابتن الجميل رئيس نادر أهلي كابتن حاسر حمدي ازاي هنا بقولك الصوبر حاجة مهمة ودي بطولة كل البطولات اللي بشرب فيها الأهلي هو نجن نمر واحد مفيش أي بطولة أي فريق تاني عدا فيها صوبر دوري كاس الصوبر هنا بقى جميل قوي في 2007 احنا خدنا كل حاجة وكان في بطولة بتكمل 2007-2006 ازاي يعني الأهلي خد صوبر أفريكي صوبر مصري خد الدوري خد الكاس خد كل البطولات اللي النهاردة الآخرين بيعايزين يجمعوا بس بطولات المحلية لا لا احنا في 2007 خدنا كل بطولات وده كان ناتج وتكملة من 2004 ومن 2004 ل2010 يعني لما قامت حاجة في 2011 حتى انهم يعني ناس تتأخذ الدوري ها من 2004 ل2010 لا لا بلاش احنا احنا مش تفكرنا كده يا سيد محمد معلش احنا ما بنفكرش عشان حد ياخد حاجة احنا مش ده فكرنا فكر حد تاني يعني احنا ما نعد ست سبعة سنين عشر سنين ناخد بطولة ورا بعض متتالية افريكيا بس احنا ما بنحسبهاش كده غيرنا بيحسبها كده احنا ما بنحسبهاش كده معلش معلش الصمت ساعد بيقولك ناس بياخدوه ان هو ضعف لا اكيد لا يعني احنا بنعمل بصمت بنعمل بصمت ما بنردش على الناس اللي بيطلط فينا الناس عندنا مبادئ وقيم في اخلاقنا في تاريخنا في كل حادة وبنحافظ عادة عشان كده اي بطولة بناخدها بالمبادئ وبالاخلاق ديت بتسوي مية بطولة لأي فريق تاني عايز عليك بقى بشكل عام هل وانت راجل بتحب بتتابع ماتشاط النادي الاهلي ومتابع جيد جدا لكرة القدم يعني بشكل كبير طبعا هل متعة المشاهدة اختلفت زمان عند الوقتي وحضرتك راجل ما بين عصرت اجيال دهبية زي الاحلم نستعرض انجازاتهم مع حضرتك بكل مرة ده سيد محمد قالك كان بيروح يتابع وهو عنده خمس سنين ماتشاط صحا كده انا كان عندي وانا صغير مكتبة عند الجامع الاظر وانت طلع الاظر ده يعني طلع صلاح سالم هو ده الطريق لكل الفرق يذهب في الاستاد جمبي فنشوف الفرق ويطلع وينزل بتوبسات الآن ينزل على الجزيرة الآن يطلع عندما طلع صلاح سالم يذهب للأستاد يقول منستمتع نروح بس الدنيا اختلفت خالص ليه بقى في نقطة مهمة يا جماعة فاضي وانا اخر سنتين دولات الاهلي منزل منه انياب كوية جدا وهي الجمور الجمور العظيم جمور النادى الاهلي الجمور العظيم يحن نقول 80% من عدد شعر مصر الجمور ده أساسي لما بيكتر هو أساس كوة النادى الاهلي الاهلي لما شفناه هناك بلعب في الصوبر وأول ما شفناهم بلعبهم لأن الاهلي هو ذا الاهلي يلعب بروح الحمر يلعب الفنيل للحمر كان التشجيع حلو بصراحة هنا وهنا الجمور حرك طب ما في جمور هنا وفي جمور هنا بس جمور الاهلي بيختلف بيديك الحماس لأنك انت بتعاصل تاريخ يا جماعة النادى الاهلي ده عظيم قوي جميل ورا شعب أنا أول ما بدأت قلت إيه فرحة شعب بص يعني الاهلي بجد أنا دايما بقول عيلة الاهلي لأن انت حتى لو بتنتمي سواء انت موزيع حتى في قناة الاهلي خش شوف لو حد بس جاء مسك بكلمة أنا ما بردش والله بقى تقطيع فيهم أنت بتحس وسط عزويتك والله لا أنا بتفق معك دي مش نقطة دي مش نقطة جدلية أصلا يعني فهم احنا رجعنا رجعنا بردشوية البطولة مية وردشوية 2007 دقري بطارية نرجع لأن أقدم شوي لا إحنا بدأنا آخر حاجة 2007 نزيل قلي خسر على كل البطولات دي السوبر الأفريكي وكروخي ده بره مصر أخذناه دربات الجزاء وقتها معمولة أستاذ محمد نا دي كنا نلعب عبطال الصوبة اللي إما مع فريد تونسي اللي إحنا نلعبنا وكسبناه بضربات الجزاء كان في تونس وقتها يعني أيوة وساعات كنا نلعب في أفريكيا حسب ما التحدي الأفريكي بيبقى عايز تمام 2007 هنا بقى طبعا بقى كابتن بقى هماجي النحاس كابتن أحمد السايد كابتن فلافري وكابتن أحمد شوقي كابتن عباد المتعب كابتن إسلام الشاطر الجميل كابتن محمد بركات كابتن حسام عشور تامر كابتن تامر كابتن عباطريكا كابتن شاني محمد جينا عظيم قعدنا ست سنيب بنتفرج على الكورة طبعا هم فهيح كنا عندي ملل أنا كنا عندي ملل بقى مال أو الله من كتر بطولة كنا نقعد كده فريد كبير في رزاية خدوا خمسة خدوا ربعة جاي خدوا ثلاثة خدوا ستات كورا بعض ايش دا ما بقاش فيه يعني كنت وقتها بتنفس نفسك زي ما بتأكد ما فيه احنا كلما قد قبني ممتش نقعد مع بعضين يا أصدقاء أربعة هنكسب خمسة كنا نرهن بعضين يعني كلام على الرقب بس عبد مع الرقب مش على المبدأ أي فرقة ما كانش فيه عندنا فرقة كبيرة فرقة صغيرة كلهم سيام أي فرقة تنزل منها مزعورة كنا أهي شوفي شوفي التشكيل الجميل وكما عالي كابتن التونس الجميل أنزبو جلبان كابتن شادي شادي إناوي كابتن وقا الجمعة كلهم يحترموا التأدير فرقة عظيمة يا جماعة التاريخ بيقوم بيتكلم عن نفسه مبادئ وخيام ورجولة دا 2008 مثلا 2007 ليه أنا جبت 2007 وفيه كانوا حاجات تانية كثيرة لأن 2007 هي تكملة 2006 واخدنا جميع البطولات بين الصوبر المحلي بصوبر أفريك وما تعدش دوري كل مطوشة صوبر صوبر أهلي صوبر أهلي صوبر هفيه صورة كمان بعدين المقرج بقالنا الأهلي يبدأ صوبر الأهلي يبدأ صوبر هقالك أطبقوا صوبر كتيرا من بعد المطوشة لكن عايزة أقول إيه السؤال حالا كلتهولي إحنا ما نختلف على الآخرين إحنا ما نروح بنحب حاجة اسمان ندي الأهلي أنا نيمتي سعيد بني مدة سعيد ما عندكش فكرة في الشوارع عندنا لما الأهلي بيكسب تيت تيت وعربيات والناس صغريت أنا بهم أنا عايير نقض آه ليه نقض نسقف دي حداف شعور جميل نمس كرة القدم بالنسبة لناس كتير أوي هي من مباهج الحياة ودي أساسيات أنت بتبقى حيث فص الأحداث كتيرة حيث تفرح أنت تفكر يا أساس محمد وقت عشرين عشرين وبدايتها واللوكداون اللي حصل طبعا ما كانش فيه حاجة خالص الواحد أقدر أنه هو بجد يعملها غير بعد كده في الآخر بقى أنه يتفرج وينبسط يعني بجد ما عندكش حاجة تانية تعملها بس الحمد لله كانوا شاحلوا علينا طبعا هو الأهلي هو الأهلي هو فرحة داخلية فقط هي البطل بطل في كل مكان بطل في أفريكيا بطل في العالم كاس عالم أندية بطل هنا مش ها تيجي مثلا كما زي منا وإحنا في الدرب لحمة نجد حاجة اسمها داورة رمضانية في الفرقة بتلعب في دول الشركات أو الأكبر بتخسر تيجي في الدورة رمضانية إحنا أبطال إحنا وعوش وياخد داورة رمضانية وخاضوا بطولة غلبوا الدرب لحمة غلبوا التبانة غلبوا السع سوء السلاح أنا مش بالمي كلام أنا بتكلم صح كل فرقة بتلعب على الدع بس أرجوكم إحنا لازم نرد لازم يكون عندنا حق الرد أنا كواحد من جمهور إحنا ردنا بس مختلف شوية يعني إحنا لا نلوم أحد على فوز أحد إحنا دايما بنقول خلاص بطولة راحت ماتش وراح بس إحنا بنرد إن إحنا بنعوض بعد كده إنتون إيما عندكم شناس مبوعيزين يعملوا ترندات بأي سلوط بأي طريقة في ناس كتير يعني احترسة كثيرة وكل مقتربة بالأرض بيحب أو الترندات والحاجات الكتيرة أو داي إحنا شوية توجهاتنا يعني مختلفة إلى حد كبير وتتصق تماما وتتفق تماما مع المعتاد من النادي الأهلي بحيث من قانون يا أساس كريم وفكرة الصعفة والنوع ده من الأمور وحدي ده أنت سيد العارفين يا أسيب محمد على بلغم السنة عايز أستأذرك زي ما تطمنتنا على الأهلي في الأزمنة السابقة كان عامل إزاي تعالى تطمن على الأهلي النهاردة وتحديدا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومعانا زميرتنا العزيزة النورهان طمان إلا فعرفنا آخر المستجدات صباحة فل عليك يا نورهان نتفضلي احنا سمعينك يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على ضيفكم الكريم وطبعا بنرحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما عودناكم نطلعكم على أخبار النادي والأنشطة المختلفة وزي ما قلت يا كريم طبعا الفريق الأول بيتضرب حاليا احنا بجانب ملعب مختار التيتش هنا التمرين بدأ من الساعة 10 صباحا وكمان خلينا نقولكم أنه أبرز ملامح التدريب النهاردة هي التدريبات التأهيلية لرامي ربيعة وإليو ديانج طبعا اللي بيعانوا من الإصابة أما بقى طبعا نروح من الكرة القدم للكاراتي وعايزين نهان نجومنا ونجوم النادي الأهلي على الميدليات اللي حققوها طبعا وكهما فخر لنادي الأهلي طول الوقت والكاراتي دايما فخر لنادي الأهلي فاطمة عبد الناصر حققت الميدالية الزهبية في مسابقة الكوميتة للسيدات تحت 59 كيلو جرام وكمان مريم العزبي في مسابقة الكاتة للناشئين فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم ويسين أحمد عيد الفاز بميدالية برونزية في مسابقة الكوميتة للناشئين ومحمد صلاح عبد الحميد فاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بتركيا بنهنيهم وطبعا شرفونا وطبعا شرفوا النادي الأهلي في كل مكان ومن الكاراتي للفوليبول خلينا نقول لكم طبعا أن المباريات متوقفة وهتستأنف في 5 نوفمبر المقبل التدريبات الصباحية والمسائية يعني شغالة أو طبعا قائمة على قدم وصاق طول الوقت التدريبات قائمة كمان خلينا نقول لكم أنه محترفات الكرة الطائرة بيتضربوا بشكل جيد مع الفريق ونهاردة الساعة 8 الرجال النادي الأهلي هيواجهوا فريق الجيش في مباراة والدية هنا في أهلي الجزيرة ومن الفوليبول الهندبول خلينا نفكركم أنه منافسات طبعا السيدات المحلية متوقفة بعد انضمام عشر لعبات لمنتخب مصر اللي بيشارك في بطولة أفريقيا للسيدات وكمان على مستوى الرجال طبعا توصلنا مع الجهاز الفني لكرة اليد الجديد ويمكن قال لنا أنه فيه ضغط كبير جدا على رجال الهندبول في الفترة الحالية وأن الموديل الفني على الرغم من أنه يعاني من ضغط كبير في المباراة إلا أنه قال أنه مستفيد من هذا الضغط بأنه يستكشف الفريق أكتر وأنه هو عينه على فاينال الدوري كمان خلينا نقول لكم أنه الساعة اثنين النهاردة فيه انعقاد للمكتب التنفيذي لإدارة النشاط الرياضي بقيادة كابتن خالد العودي للوقوف على آخر مستجدات النشاط الرياضي ومتطلباته دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر الأهلي في الجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى للإستودي قبل ما تشكرينا حبّى برضو أننا نستغل وجودك معنا ونطلع السادة برضو المتابعين دلوقتي على الأجواء داخل النادي عندك وفي نفس الوقت برضو لو فيه كواليس أثناء التدريب عندك أي معلومة تحب تطلعين عليها تفضلي طيب وحنا طبعا في الساعات الأولى من صباح اليوم طبعا قوابات النادي كانت مفتوحة لأعضاء الجامعية العمامية والعاملين طبعا في النادي يعني يستقبلوا الأعضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم يمكن التوافد مش كبير زي أيام الأجازة النهاردة طبعا الاثنين في مدارس والساعات الأولى ما شاهدتش تواجد كبير من أعضاء الجامعية العمامية هي في نادي الأهل الجزيرة والتدريب زي ما قلتلك يا نهواند يعني كان بداية من الساعة عشر طبعا اللاعبين تواجدوا في التاتش كلهم وطبعا يعني التدريبات وأيضا يعني مستر كولر كان يعني 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 واقف بيتحدث مع الجهاز الفني عن آخر مستجدات الفريق وطبعا إن شاء الله زي ما قلنا لكم الفريق بيستعد المباريات الدوري في الفترة المقبلة كمان خلينا أقولك مما أنك سألت على الفريق الأول طبعا في مباحثات حول بديل طاهر محمد طاهر في المباراة القادمة أمام الدخلية زي ما احنا عارفين هو يعني تعرض للقاف في مباراة إسماعيلي الأخيرة وللسه يعني يعني ما فيش قرار أكيد عن بديل طاهر محمد طاهر في المباراة القادمة رائع جدا طب بالنسبة للتمرين هل حيستمر لنهاية اليوم كتمرين اليوم الواحد زي ما احنا عارفين يا نورهان ولا حيبقى منتهي مثلا في الساعات أو يعني الدقائق القادمة لا هو غالبا هينتهي في الدقائق القادمة يا نهواند مش هيكون على مدار اليوم تمام شكرا جدا نورهاند زميلتنا العزيزة واضح من البيو كده ان الجو فعلا ابتدى يتحسن بشكل كبير جدا طيب انت جاي أستاذ محمد كان الجو إيه والزحمة إيه جميل جدا صح أنا حسك كده حسك الفترة دي جو ومختار وانا مبسوط ان المرور كمان نازل بتقوله وعام شغل كبير أولي عشان عودة في تعليمات ما شاء الله وانا عاد أشكركم انه كنتوا بدوني فرصة نقول اللي أنا عايزه وما حاسب جملي علي حاجة وانا شايفه بقوله ويعذروني لو أنا بتكلم كمشجع محب للنادي الأهلي مش راجل بقرأ تاريخ وبجمع تاريخ فقط ده 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 الشغف بتاع التفصيل دي الواحدة دينا حتى بتون صوت حضرتك لما بتيجي تتكلم أو بتيجي حتى لمعت العين وانت بتشرح بيها إنجاز من إنجازات النادي الأهلي المتعددة عبر التاريخ إحنا يا دوب نرحق نشكر حضرتك على وجودك معنا في حلقة النهاردة جزيد الشكر أشكرك واشكو أشكو أستاذ النهوان على التطاقة الإجابية بتعطوها لك كل معرفة شكرا لك أستاذ محمد نهوانا بإذن الله فقرة جديدة وجزء جديد طبعا من تاريخ النادي الأهلي اللي حبين نحن نستعرضه مع الناس وقالينا حتى حركة استعرضه معنا هنروح فاصل ونرجع مع زملتنا العزيزة مننا عمر النقيدة الصحفية وحنتطرق بقى لي ملفات مختلفة طبعا محليا وكمان عالمان خليكم معنا ملفات كتيرة جدا عن المنافسات في الدوريات الأوروبية المختلفة وكمان هنتكلم عن دوري أبطال أوروبا هنتناقش بقى في كل التفاصيل والكواليس طبعا نسخيان رحب في البداية بزملتنا العزيزة منا عمر الناقضة الرياضية المتقلقة حقيقة نكون معنا أوقات كثيرة كمان عبر السكايب بونجور يا منا بونجور يا ناوان بونجور يا كاريو بونجور صفح الكل عليك أخبارك صوت وصورة بعد الوقت مش صوت بس دائما لما تنورينا يعني بنغيار بالكل تفاصيل الدوريات الأوروبية المختلفة بمجموعاتها المختلفة وده اللي عايزين نعمله معك في طبعا لقاءنا بك النهاردة واسمحيلي أروح معك بداياتنا كده للمجموعة السادسة يعني مش حامش معك بالترتيب قوي بس نظرا أن فيها اللي يهمنا اللي يخصنا ليفر فول حايز أسألك على ليفر فول في ناس بتشوف أن ليفر فول في دول الأبطال مختلف عنه في البريمير ليج أنت شخصيا بتشوفي كده ولا لأ هو بس أصحح لك حاجة وسيطة هو ليفر فول في المجموعة الأولى مش مجموعة السادسة أمار في المجموعة الأولى مش في المجموعة الأولى آه مجموعة الأولى آه 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 يبقى هل يمشي بالترتيب زي الفول أنت بتشوفي كده زي الناس بتقول لا مش شايفة كده بصراحة الوضع مش مختلف احنا تكلمنا قبل كده وقلنا أن ليفربول عنده مشاكل كتير جدا من بداية من بداية السيزن من إصابات من تغيير خطة كلوب نفسها من رحيل بعض اللاعبين أبرزهم طبعا ساديو ماني اللي انتقل لباير ميونيخ مؤخرا فالمشاكل في ليفربول بدأ من من أول السيزن اللي هتختلف في الدوري الإنجليزي عن دوري أبطال أوروبا وعن شامبيونز ليج ليفربول المفروض مثلا يعني في الشامبيونز ليج هو خسران من نابولي أربع صفر كانت في الجولة الأولى فدي كانت كانت مفاجأة كبيرة جدا أصلا لعشاق ليفربول يعني وضعه فيه الدوري المحلي مش مش أفضل حاجة هو تقريبا في منتصف الجدول بالزبط في المركز التاسع متفوق على كريستل بلس بس بفرق الأهداف عند 16 نقطة خمس نقط فرق ما بينه ما بين تشيلسي صاحب المركز السادس وخمس نقط ما بين مراكز الهبوط مش بنقول طبعا أنه يعني ممكن يبقى فيه منافسة لتحت يعني أو في مراكز الهبوط بس ليفربول وضعه غير مطمد أنا أعتقد أن السيزون ده سيبقى موسم للنسيان بالنسبة ليفربول لو مقدرش يعمل حاجة على المستوى الأوروبي إنما محليا أعتقد الأمور بالنسبة له المنافسة بالنسبة له حتى دلوقتي أنه يبقى حاجز ليه مكان في مربع الذهبي أو الخامس والسادس اللي هيأهله أنه ممكن يلعب في البطولات الأوروبية يعني حتى مش تشامبيونز ليه شيء حزين جدا بس زي ما اتكلمنا قبل كده أو زي ما قلنا من شوية إنه مجموعة عوامل إصابات مع تغيير طريقة لعب مع رحيل بعض اللاعبين مع عدم انسجام مع بعض اللاعبين الجدد حتى لما بنشوف صلاح ونونيز مؤخرا لسه ما فيش ربط ما بينهم لسه ما فيش انسجام ما بين الاتنين تحسن صلاح عليه لوت كبير جدا 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 بناء هجمة مثلا هو بيتحسب على الفاتورة بتاع ليفر بول بصراحة على كل حال برضو من الحاجات الغريبة مع ليفر بول فكرة هنا المفاجأة في خروب بارسلونا يعني ويوفانتوس هو فيه ايه يعني برضو صاح يعني يعني المفاجأة كانت الأكبر كمان الفريق التالت كان أتلتكو مدريد وده اللي كان بسيناريو ديرامي غير طبيعي يعني يوفي مش 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 في أحسن أحواله ومش السيزن ده بس من السيزن اللي فات الأمور مع أليجري مش يعني مش مش مزبوطة هو مش قادر يوزن الفريق مش قادر طريقة لعبه مع اللاعبين يخرجوا أحسن ما في الفريق حتى على المستوى المحلي يوفانتوس بعيدا تماما عن المنافسة سواء على الصدارة أو مع يعني نابولي هو المتصدر وفرق كبير نابولي هو متقلق أو نرجع نتكلم في النقطة دي برد فايوفينتوس بعيد خالص عن المنافسة المحلية المنافسة الأوروبية المفاجأة كمان أن يوفي كمان ممكن ما يقدرش أنه يحسم التأهل للدوري الأوروبي لأنه عنده ثلاث نقط مكابي حفا عنده ثلاث نقط يوفي هيلاعب باريس سان جرمان ومكابي حفا هيلاعب بمفكة فايوفي لازم يكسب باريس البطورات الكبيرة عمالة تفقد جزء كبير من متعتها وسحرها نتيجة عدم مشاركة الأسماء المعتاد مشاركتها صحيح ده برضو بيضيف أو بيضفي منافسة كريم بالزبط ونبص على الدوري الأوروبي هنلاقي فرق الدوري الأوروبي اللي هتنفس في الدوري الأوروبي فرق كبيرة جدا منشستر يونايتد يفينتوس لو راح عتلتكم مدريد يعني فيه منافسة هناك هتبقى شارسة جدا جدا مع بارشلونة وتقلق أرسنال بردو يعني بتشوفيه زي فوز مبارح اللي حصل أرسنال على المستوى المحلي أرتيتا من بداية الموسم محدش كان متوقع إنه هو هيحافظ على النسق بتاع الفريق أو النسق بتاع الفوز كل الناس بتبقى منتظرة إن المباراة اللي جاية لأرسنال لأرسنال هيقع لأ هيخسر هيتعادل هيبقى فيه سكور ده ما بيحصلش بالعكس كل مباراة فوز بيجيب فوز دائما محافظ على الصدر أو هو تعطى مؤكرا وتعادل مش في الجولة دي الجولة اللي قبلها لكن هو لسه محافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بالضبط طبع أنت في النسخة الحالية من دوري الأبطال إيه أكبر المفاجآت من وجهة نظرك اللي حصلت كانت أتلتكو صراحة خروج أتلتكو بالسيناريو الدرامي في الجولة اللي فاتت دي 2-2 وبعدين ضربة جزاء وضربة الجزاء تضيع وبعدين تترد في العرضة يعني عارف لما تقول اليوم ده مش يومي أو بالزبط كده فده كان بالنسبة له يعني خروج مؤثر جدا جدا يعني برضو برضو يوفينتوس ولو أن يوفينتوس ممكن نقول إيه كمتواقع حتى لو عدى المجموعات 16 غالبا كان حيغادر يعني فممكن يبقى فيها عنده فرصة في الدوري الأوروبي بالنسبة لطورشلونة يعني ممكن نقول برضو كان متواقع ومش متواقع يعني 50-50 برضو لأنه ماتشت بلعبه حلو قوي وماتشت تانية وحش جدا لسه 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 زي ما نهواند قالت كده مباراة يكون كويس ومتفوق ومتقلق ومباراة أخرى تلاقيه يقع ومش متواقع أنه يقع فيها تشافي كان ليه تصريحك كان شايف أنه كان مهم جدا ويمكن هو فهم الموضوع يعني هو شايف أنه منفسة برشلونة لسه في أوروبا لسه بدلي عليه شوي هو طبعا زي ما احنا عارفين هو بيبني فريق يعتبر بيبني فريق جديد خطة جديدة هو كمدرب مدرب جديد إدارة نفسها إدارة تعتبر جديدة فكل العوامل دي برضو لسه مش مخليها الاستقرار في الفريق مش مخليها فيه استقرار داخل الفريق بالتاني ما فيه استقرار بالتاني يبقى فيه تزبزب في النتائج بقى في غرفة الملابس في كل الأمور دي فده اللي بيخلي برضو فيه عدم استقرار يجوز أو يمكن يبقى فيه فرصة البارسلونة في الدوري الأوروبي وأتمنى أنه ما يتكرر فيه حصل اليوم اللي بيقول على بارسلونة فيه وارد يجوز يجوز ده بيحصل عادي يا كريم مع الفرق الكبيرة خصوصا لما يبقى فيه النجوم بتعو الفريق خلاص بيمشوا أو بيعتزلوا وببدأ أبني فريق جديد فليزن بيحصل كل كم سنة وبيحصل مع فرق برضو مش يعني مش كتير يعني حتى لو هتكلم عن تاريخ الأندات كبيرة أو الفرق الكبيرة مش بتبقى بالشكل ده أنا أشعر أن بارسلونة لا الدروب بتاعه كان تقيل شوي يعني الدروب ممكن يحصل بس ما يبقاش بالشكل ده حتى لو قلنا مع منشستر ينايتد لا بس بارسلونة راح خالص يعني مشاكل مادية أغرقته تماما فمش بس بس كسة كده دي كانت مشكلة والأمور المادية والقانون اللي جا الجديد كمان بتاع الرواتب ولازم تخفيط سقف الرواتب مع أزمة كورونا مع رحيل ماسي القانون ده هو اللي ماشى ماسي ماسي تحديدا من أكتر الحاجات اللي حسمت رحيله بالضبط مع عتزال كمان لعيبة كتير بقى في الفريق سواء اعتزلت أو النجوم رحلوا فكل ده عمل دروب كبير جدا في الفريق فحياخد وقت طب إحنا هنروح لميلان وحنتكلم شوي عن ميلان وإحنا أو أنا أعتقد دلوقتي ميلان يكفيه إنه يتعادل أو بالضبط خليين طيب أنت توقعاتك إيه بردو زي بتقيم الميلان سوفار الميلان من السيزن اللي فات والأمور بتاعته إلى حد ما بالضبط إلى حد ما كويسة أو إلى حد ما منضبطة هو حتى كمان فيه على المستوى المحلي أو في الدوري الإطالي يعني هو في المركز التالت ففرق ما بينه ما بين أطلانطة تقريبا عنده سبع نقاط في المجموعات الدوري الإطال مفروض أنه هيلعب مع ريت بول سايزبورج ريت بول سايزبورج جاء عنه ست نقاط المباراة آ متكافأة ميلان يكفيه التعادل لكن المباراة ما بين الاتنين في المباراة الزهاب كانت خلصة واحد واحد فده ما يديش ما يديش الأمان يعني ميلان ما ينفعش يدخل المباراة ألعب على التعادل ألعب أنه أخذ نقاط لأنه نورد جدا أنه ممكن أخسر المباراة فهي هو عنده فرصتين طبعا الفوز أكيد وفرصة التعادل ريت بول طبعا مقدموه فرصة تانية غير أنه هو لازم يكسب المباراة يبقى تسع نقاط يتأهل تاني مع تشيلسي طيب تعالي بقى نروح لكريستيانو رونالدو هو برضو من أصحاب المشاكل المتعددة في الفترة الأخيرة وكان أخيرا طبعا اللغة الكبيرة اللي كان دير عن التوتر العلاقة والحساسية المفرطة اللي أصبحت ما بينه وما بين المدرب تين هاج وانت شخصيا شايفة إلى أي درجة ممكن يكون فيه فرصة استمرار دي كريستيانو رونالدو مع منشاستر يونايتد من عدمه وفي حال عدمه فكرك مين الفريق الأقرب لضمه في الفترة اللي جاية أنا سأخذ الجزء الأخير اللي أبدأ به الفريق الأقرب لضمه وهي دي مشكلة كريستيانو رونالدو الأساسية وهي دي اللي من الصيف هو كان بيبحث عن فريق علشان ينتقل لي وفريق يكون بلعب في دوري أبطال أوروبا ومن كانش يريد لعب في دوري الأوروبا فهي دي كانت المعضلة لكريستيانو ووكيله أنهم عايزين بيدوروا على فريق ينتقل لي رونالدو في الصيف اللي فات أو المركاتو الصيف اللي فات طول عمر رونالدو الفرق هي اللي بتدور عليه مش العكس يعني عجيب ده برضو من ضمن الحاجات العجيبة اللي حصلت تواهج رونالدو يا كريم مباريكو استلزام هو ما نقدرش نتكلم عليه صراحة لكن في حسابات تانية بقى في السن 37 سنة في الراتب الراتب مش أي نادي هيقدر يتحمل الراتب كريسيان رونالدو يعني حتى مؤخرا كان مدرب بسبورتينج لشبونة طبعا اللي كان بدأ فيه رونالدو في بداياته الكروية يعني كانت سأل فيه أحدى المؤتمرات الصحفية عن احتمالية أن رونالدو يرجع تاني لشبونة فهو حتى قال التصريح هو بيتحك قال احنا ما نقدرش نتحمل الراتب بتاعه طب هل من المفترض أن الراتب بتاع اللعب لما بيزيد سنه عن سن معين مثلا أنه هو يبقى فيه شوية انخفاض في الراتب ولا ده بيعتبر إهانة للعب مش هيقبل به يعني خليه وفي نفس الوقت عايز تسألك عن القصة الممثلة لإبراهيموفيتش يعني دلوقتي إبراهيموفيتش تيبا 41 سنة ومكمل وكان متقلق بالمناسبة جدا فهل كان حاصل صفقة هو طبعا راتبه أقلب كتير منك كريسيان وأنا عارفها هل حصل انخفاض في راتب برد إبراهيموفيتش ولا لا انخفاض راتب إبراهيموفيتش ده أكيد مليون في الماء كمان إبراهيموفيتش في السيزون فهو كان رايح أصلا ميلان فري صفقة انتقال حر يعني وبعدين قعد فترة طويلة كمان في السيزون ما يلعبش لشان هو كان عنده إصابة وبعدين تحامل على نفسه كان لعب كان هو عنده أصلا مشكلة في الركبة اليسرى ولعب لما كان ووفى بوعده مع الجماهير لما قال لهم أنه لما يرجع هيجيب الدور يعني ووفى بوعده فعلا وهو حالين لحد دلوقتي هو لسه ما لابش معملي عشان هو لسه بيتعالج من الإصابة بتاعته هرجع لسؤالك عن كريسيان رونالدو حتى لحصل خفض للراتب خفض قد إيه معنا دي حاجة بترجع بقى يعني فيه اتفاقية ما بين اللاعب والنادي معه أنا رونالدو برضو اللي بتخلى فيها حتة إن هو اللي هيشعر بالإهانة أو اللي ما ينفعش معنا دا اللي بقوله يعني أنا رونالدو يعني مش هينفع حتى لو حصل خفض في الراتب مش هينفع يبقى متساوي مع لعب كين مش هينفع يبقى فيه لعيبة تانية مثلا في الفريق بتاخد راتب أعلى مني بالمناسبة بقى لما نجي نتكلم عن لعيبة استثنائيين يعني لعيبة أساطير كل واحد فيه حق نجاحات مدوية مع فريقه الأول في حال انتقال الأسطورة دا من فريقه اللي هو صنع أسطورته فيه إلى أي فريق تاني هنا بتبرز وجهتين نظر مختلفتين تماما واحدة منهم بتقولك ما معناه إن منخرج من داره اتقلم داره وممكن يبقى للوجهة النظر دي إن عكاسات شايفينها مع ناس كتير زي كريستيانو رونالدو زي ميسي زي غيرهم وجهة نظر تانية بتقولك لا اللاعب الأسطورة بيحقق أسطورة في أي مكان هو موجود فيه انت شايفة أنهي من الاتنين اللي حاصل بس دي فعلا وجهة نظر مختلفة بيني أنا وكريم هو باهتبال وجهة النظر إن لا أنا شايفة إن النوضوع محترافي بحث يعني وحديت أمستير على دا على هالند هو كان في براسيا دوترموند بعد كده تقلق في المان سيتي أكتر بكتير حتى محمد صلاح مؤخرا في الليفر بول برضو صنع أمجاد أكتر بكتير كريستيانو رونالدو لما تنقل ما بين الأندية برضو كان موفق جدا يمكن نهايته واختياره منشستر يونيتد مرة تانية هي اللي ما كانتش موفقة يعني يمكن ميسي ينطبق عليه شوية اللي كريم قاله لأنه هو ده مثال يعني ميسي بين بدايته لغاية فهي حسب يعني إنت رأيك إيه لا أنا أتفق مع وجهة النظر التانية إنه الأسطورة هيبقى أسطورة في أي مكان هيروح فيه كان ده حصل في حالة كريستيانو رونالدو لا ما حصلش في حالة كريستيانو بس هقولك يعني في البداية رونالدو في البداية كان بداية تقلقة أو بداية تواهجو كانت مع مين كانت مع منشستر يونيتد واخد دوري واخد معهم دوري أبطال أوروبا وتقلق وتوهج بشكل كبير جدا بعدين رح ريال مدريد تقلق أكتر مع ريال مدريد واخد معهم دوري أبطال أوروبا طب في حالة ميسي كلاعب أسطورة تاني ميسي حالته مختلفة شوية عن رونالدو لأن ميسي حياته الكروية كلها كانت في برشلون حياته كلها من هو صغير من 2005 من أول مباراة اللي لعبها مع برشلونة وهو هناك فقعنا بنتكلم من 2005 لحد 2021 تقريبا بنتكلم في كمسا ده عمر أبا هيك فهو عمره كله كان هناك أول سيزون لميسي مع بريس اللي هو السيزون اللي فات ما كانش موفق تماما 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 ووصلنا بنسمع صفرات استهجام من جماهير بريس على ميسي فده كان يوم غريب جدا لكن السيزون ده إلى حد كبير لا ميسي بقى هو ميسي إلى حد كبير صحيح أفضل من السيزون اللي فات بس طبعا مش ميسي برشلونة طبعا السيزون ده وهو مع بريس أفضل كتير من السيزون اللي فات تحية طيب خليني نروح معاك برضو لفكرة هنا لحنتكلم تحديدا عن المدرين الفنيين هل أنت بنوجة نظرك وانا مكلمش عن نادي هنا بذاته أو مدير فني بذاته بس أنا عايز أفهم في المغمل المدرين الفنيين هل هم بيبقوا سبب رئيسي في نجاح الفرقة يعني مثلا لو أنا حقول يورجون كلوب لو انتقل مثلا من نادي معاين راح نادي تاني هل هيأثر بشكل كبير مثلا تان هيج لو انتقل من نادي هل القصة قصة نجاح الفريق بتعتمد نسبة كبيرة على المدير الفني ولا قضية مش كده أبدا المدير الفني عليه عامل كبير جدا طبعا نسبته تصل 70% المدير الفني لو ما عنده الشخصية ما يقدر يسيطر على غرفة الملابس زي ما حصل كان في البداية مع باريس تان جيرمان مثلا مثلا مع أبوكتينيو فخلاص الفريق النهار فريق ضاع لو المدرب مش قادر يسيطر على اللعيبة وخصوصا لو فيه لعيبة نجوم نجوم كبيرة زي رونالدو زي ميسي زي نيمار زي مبابي مثلا لو هناخد باريس كمثال لو أنا مدير فني معندي شخصية قوية أقدر أو أقدر أنه أبقى أعمل رولز جوة أن الكل بيمشي عليها سواء كبير سواء صغير أنا مش هقدر أنجح أقدي لك مثلا يا نهواند على تنهاج القرار اللي أخده بخصوص رونالدو لما رونالدو ساب الملعب في مباراة منشستر يونايتد وتوتنم وما كاملش المباراة كانوا فضل دقيقة أو دقيقتين بس انت سبت الملعب ومشيت بدون إذن المدير الفني وده تصرف غير لائق تعالي نشي الاسم رونالدو خلص من الموضوع هنقول لعب سين بس سعيدة هنقول يستاهل وقرار المدير الفني قرار صحيح جدا علشان يقدر يتحكم في اللعبة أو لما أنا ألاقي القدوة رونالدو قدوة رونالدو قائد في منشستر يونايتد أنا لما ألاقي القائد بيعمل كده أجي لعب صغير في السن لما ألاقي رونالدو عمل كده طمعا ممكن هعمل زي فيه من اليوم إمتى هسيطر بقى ليه اللعبة قدوة بتاع بتوع زمان ما كانوش بيعملوا اللحلة بنشوفه دلوقتي يعني مرضونا شخصية مثلا يعني فيه أسماء كتير قوي عمرنا ما كنا سمعنا عن أن هم طرف في مشكلة ما نتيجة أنهم حاسين بذاتهم وبيمرسوا سلطتهم كقادة من وجه التصالب بس يا كريم هقول لك على حاجة برضو الموضوع مش سهل على رونالدو يعني برضو مش سهل أنا لعب يعني أنا تاريخ وقعد احتياطي للعيبة أخرى يعني مش بقلل من اللعيبة التانية بس أنا بتكلم من وجهة نظره هو أنا مثلا شايف الفريق مثلا خسرون أو الفريق متعادل أنا لو موجود في الملعب منعظر أن أنا أسجل تنهيك فعلا ما بينزلوش أساسي من الأول هل هو شايف أنه مع نشون مقدرة يكمل مثلا نسعين دقيقة فكان بيضطر أنه يقعده أو بنزله آخر هذا جزء من الترويد وجهة نظر فنية غريبة شوية خصوصا أن تنهيك دايما بتسيل على رونالدو دايما يعني إجابته أنه إحنا محتاجين أنه يبقى موجود معنا طب أنت محتاجين أنه يبقى موجود معاك في الفريق بس أنت مش بتدفع بالزبط كده أنت مش بتدفع في تشكي هل في حاجة شخصية يعني لأنا بحاول أفهم أنا وكريم هل في كواليس كتبت حاجة كان في مقالات اتكتبت أي حاجة لا يوجد اللعبة الواحد من دول برضو موجود يكسب اللاعب هو كمدير فني لازم هو يحتوي اللعبة أنا ده بشوف في حالة باريسانجرمان مهمة المدير الفني صعبة جدا في التفصيل دي بس سيبت بقى من الفنيات بس فكرة أنه يسيطر على أسماء كل اسم منهم أتقل من التاني بزبط وطبيعي أن يحصل يعني اختلافات في وجهات النظر حساسيات غيرة كل دوارة جدا هو ده أصلا موجود طبعا تحصل بشكل كبير عن بابي ونيمار ونيمار بالزبط فده أوريدي موجود على الرغم أنه كان غريب جدا أنه بوكتينيو ما قدرش أنه يسيطر على ده في غرفة الملابس إلا أن الأمور إلى حد ما إلى حد ما مدارية يعني ومتسيطر عليها من جوتيي بس لا موجود طبعا طيب بصي والوقت أسف بيجري يعني دايما بس لو حب نقول توقعات في آخر دي أفضل معنا تحبي تتوقعي إيه بالزبط يعني إيه المتأهلين المتأهلين طبعا المجموعات المتأهلة طيب إحنا عندنا أصلا المجموعات طيب خلينا عندنا قوية للمجموعات مثلا وحنتكلم عنهم في كل بداية من نابلي مثلا مجموعة الأول ما هي نابلي وليفربول وشلسي وبايير نابلي وليفربول خلاص دول حسموا التأهل دول حسموا أكسو ورينجرز اللي اتنين عندهم فرصة لسه في الدوري الأوروبي المجموعة الثانية طبعا كلوب روج وبورتو خلاص تأهلوا برضو لسه أتلتكو مدريد وبايير كل واحد فيهم عنده فرصة لسه للدوري الأوروبي المجموعة الثالثة طبعا ديت حسمت تماما بايرن وإنتر في دور الستاشر بوشلونة في الدوري الأوروبي المجموعة الرابعة طبعا توتنم احنا تكلمنا عليها طبعا لسه محدش فيها حسم أي تأهل كل الفرق الأربعة عندهم فرصة المجموعة مجموعة تشيلسي اللي هي المجموعة الخامسة تشيلسي بس هو اللي تأهل ميلان طبعا بالزبط لسه عندهم فرصة المجموعة الستة ريال وليبزيك خلاص ريال بس اللي حسن لسه طبعا برضو مع أن كان ليبزيك قريب قوي يعني كان عنده فرصة هو برضو هو قريب يعني هو 9 نقاط وشختار 6 نقاط بزبط الفرق حاجة بسيطة بس برضو شختار عنده وعنده فرصة والمباراة هتبقى يعني برشح الناس هتفرج علي ليبزيك وشختار دي وأنا طاق عن شختار أصلا اللي إيه ده بجد حيبو مستقتلين عد شختار أعطاق شختار المجموعة السبعة سيتي ودورتموند طبعا خلاص دي تحسمت دور الستاشر وإشبالية في الدوري الأوروبي وآخر مجموعة باريس وبينفي كاتأهيل وطبعا يوفي ومكابي حيفا لسه عندهم فرصة للدوري الأوروبي واليوفي يمكن أكتر ولا لا الاتنين متساويين ده ثلاثة وده أنت بتتوقعي إيه مثلا ما أنا عارف ما أنا عارف ومعشل كده سألون بيبقى أسئلتي ليه كبب ما عارف خاص مش فرقة أنا طبعا نتمنى ننورتين يا بنا النهاردة كان عادا بنسعى دايما بوجودك معانا وبنطل من خلالك على كل الدوريات الأوروبية المختلفة من شرك على وجود الجزيد الشكر ننورتين بجرد يا مننا ونشوفك إن شاء الله مرة تانية هنروح فاصل وهنرجع هيبقى دكتور علاء مع كريم تفاقرة طبعا طبعا طبية وبتحمل ملف أكيد بردو مهم نشوف حضراتكم أنا بقى بالنسبة لي بكرة وحلقة جديدة يا أهلا بحضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع على فكرة في لبس إلى حد كبير كتير جدا مننا معتقدين إن فصل الشتاء مرتبط بطبيعة الحال بالخمول وفكرة الأكل باستمرار علما بإن كتير جدا من الخبراء والمتخصصين بيؤكدوا على إن الوقت الأمثل الوقت النموذجي لفقدان الوزن بيكون في الشتاء على عكس الشائع فدي نقطة مهمة جدا أعتقد جديرة بأننا نتوقف عندها وأن نقشها مع ضيفي اللي بنوارنا في حلقتنا النهاردة الدكتور علاء الدين أحمد خبير التغذية العلاجية يا صباح الخيرات على حضرتك أهلا بيك أهلا بيك أنا عندي قبل نمتدي في الحلقة عندي ثلاث مناسبات سعيدة خاصة دلوقتي معي مناسبة الأولى اللي احنا بقوله الكابتن محمود الخطيب كل السلام مناسبة عيد ميلاده كان مبارح صورة المصر والوطن العرب وأفريقيا نموذج الأدب والأخلاق وعفة الإسان الحاجة الثانية أنه النهاردة هيتحط في السيفي بتاعي يوم 30 31 أنه أنا سجلت أول حلالية مع نصوص كريم يا سلام دي بجد والله العظيم لا لا دي حقيقة والله طربنا يا خليج ده من كلم أفلاق حضرتك الحاجة الثالثة صباح الصبر طبعا الله يخلي جفن الله يخلي جفن والله يخلي جفن نور الدنيا كلها والحقيقة الموضوع اللي بنتكلم أحداك فيه أعتقد أنه مهم جدا لأنه فعلا فيه لبس عند كتير من الناس فكرة إن الشتاء ودي حقيقة إلى حد نبير إحنا بنميل أكتر للخمول بنميل أكتر للأكل بكميات زيادة وحتى كواليتي ونوعيات معينة من الأكل بالمنطلق إن إحنا بندفي نفسنا بالأكلات اللي زي كده إلى أي مدى فعلا الكلام اللي بتقال عن إن الشتاء هو الوقت الأنسب لفقدان الوزن مش تكتسابه تمام خلينا أنا بس أصحح حيط هيك قلتها هو الوقت الأصح لفقدان الوزن دائما كنا بنتسأل سؤال هو إنك تخص في الصيف أحسن ولا تخص في الشتاء هي الإجابة إنك بتخص في الشتاء أحسن ولكن الخصصان في الصيف بيبقى أسهل لأن أنت في الصيف بتخص بتفقد مية فسهل أول إنك تخص في الشتاء إنت لما هتيجي تخص هتفقد دهون مش مية لقي جسم بيهرأ عشان يدف الله ينوره لحضرت يبقى هنا إحنا بنيجي نقول إيه بنقول لا الخصان في الشتاء هو أحسن بس أصعب في الصيف أسهل بس مش أصعب ومن إحنا داخلين على فصل الشتاء يبقى إحنا هنعرف النهاردة إزاي أخص في الشتاء بطريقة سهلة أو بسيطة ونغير معمل أي مجود خلص مشكلتنا في الشتاء إيه اللي بيحصل إن الجسم بيبقى سعال فأنت محتاج طاقة تعمل إيه بيقدمك حل إيه يهم تأكل كتير عشان تعود الطاقة دي وتحسنك دافيان بس لما بتاكل كتير اللي بيحصل هرمون الأنسولين بيزيد لأن انت عمال بيتدخل الكولوكوز في جسمك هرمون الأنسولين لما بيزيد هرمون الليبطن بيقلي هرمون الليبطن ده المسؤول على الشهاية لما بيقلي هرمون الليبطن أنت بتلاقي نفسك أنت عايز تأكل جعان وهرمون تاني بيزيد اسمه هرمون الموتنين اللي هو مسؤول عن السع commend بيولوجية ومسؤول عن الجوع الهرمون ده لما زيد تبقى الجوع اكتر يبقى الاكل عمل ايه الاكل جاب اكل انت عمال بتاكل وبجوع وبتاكل عشان تعمل ايه عشان تحس بالطاقة انا بقى حلت لك المشكلة دي هي قصة كلها في الاكل ان انا عمل ايه ان انا حاول قللك كمية الاكل اللي بتاخد وبالتالي انت هتحتاج طاقة انا هعوضها لك داخليا تاني حاجة انك هتلاقي نفسك انت بتمارس رياضة اوتوماتيك عايز تنزل في يبقى النهاردة تطعب نشيطة خس ولا ولا تخدال بالشكل ده طبعا نفسك هتخس وهتخس دهون مش معي بس عادية تقول هتقلل او هنقلل كمية الاكل مش نوعية الاكل يعني اللي عنده شاهية تجاه اكلات بعينها مش مطوب منه ان هو يمتنع عنها تمام بص شركة بيانوتشرق العملت حيئة جديدة جدا ايه هي لما جات نزلت بيستا لا مش هينفى اقول بيستا بس لما نزلت بيستا والقلب مالتيفيت لان الاتنين على فكرة مكملين لبعض لما انت عايز لو عايز تخس نصيحة مننا كراجل متخصف تجزيل علاجية بقول لك خد بيستا والقلب مالتيفيت وهنعرف ليه برضو بناخد بيستا والقلب مالتيفيت تمام حقيقة النهاردة احنا محتاجين نتحكم في الشهر تاعتنا يعني انا محتاج يقليل كمية الاكل تمام ومحتاج برضو خلي بالك اديك طاقة داخلية يعني محتاج احرق دهون داخلية عشان ما تحسش انك سعاب صحيح ده اللي بيستا عملت لان المكانات بيستا عبارة عن ايه منتكلم على عبارة عن الياف زوابة او الياف غير زوابة فيها الشوفان والسليم وهيتمثل الياف الزوابة اللي حاك لما بتاخدها بتنزل معناتك بتنفش فبتقلل حجم المحدة اللي محتاج اكل تمام فكمية الاكل هنا ايه قلت اوتوماتي طبع الحاجة التانية في الرضة وعلى فكرة بيستا هو المنتج الوحيد في مصر المحلي اللي فيه الرضة الرضة دي الياف غير زوابة ايه بقى قصة الالف غير زوابة بتنتقل من المعدة للامعاء بصورتها فبتديك بحساس بالشبه اكتر الرقم اتنين ان هي بتخليك تخش الحمام بصورة منتظمة لان كان بتواجهنا مشكلة مع العيان اللي بيخس انه بيخش مننا في دور امساك انا اقول له لا انت مع بيستا مش هتخش بامساك وعلى فكرة اول ما بتاخد الباكو على كبات مية اول حاجتين هتلاحظون ان كمية الاكل عندك الليت ودخلك الحمام بقى منتظم دول هتلاحظون بسرعة وفيستا بس طيب هلين يقافي الزوابة كده وبس قالك لا السيليم على فكرة احنا عندنا في فيستا فيه السيليم والشوفان دول بيمسلوا الالف الزوابة اللي هم يبينفش في المعنى بيحسن من حساسية الانسولين للسكر مش احنا قلنا من شوية في المقدمة الانسولين لما يزيد الهرمون بتاع الانسولين يزيد هرمون الليبتن بيقل المسؤول عن الشبع لا انا قالي كمية كولوكوزة هتتظهر في دمك قالي كمية هرمون الانسولين هتتعامل معاك يبقى عندي هرمون مرضى السكر في الحالة دي بقى في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه مرضى السكر هل عندهم مشكلة في الم لا خالص بل بالعكس ده انا مرضى السكر مشكلته ان هو عمال بياجعان بيأكل وكلوكوز عده بيزيد انا بقوله لا اي كمية كولوكوزة هتزيد عندك بيستة هتتعامل معاها لان هي بتحفز من عمل هرمون الانسولين تمام الحاجة التالتة اللي يقفل زوابة بتعمل ايه بتقلم من مستاصد دهون في الجسم فالجسم محتاج طاقة فهيعمل ايه هيحرق الدهون اللي موجودة اللي متخزين عنها صحيح يبقى احنا سدنا الشهية تحكمنا في الشهية قال لنا معدات لك قال لنا زوابان زودنا سرعة مستاصد دهون وزودنا عملية الحرب هل بيستة اكتفت بكده لا وهو فيه اكتر من كده هذا فيه اللي حاجة بتتكلم فيه ده حلم بالنسبة الناس كتير جدا على فكرة على فكرة احنا بتتكلم فواقع بيتم تمام جميل فيها بقى الكروميوم ايه الكروميوم ده الكروميوم ده هي مادة طبقية موجودة في جسم الانسان تركيزها 500 ميلي جرام وبيستة هو اعلى تركيز موجود في كروميوم هي ايه اللي بيحصل مع السن ومع العادات السيئة للخطأ اللي الإنسان بيتناول فيها المادة دي بتقل الكروميوم مسؤول عن ايه بقى مسؤول عن زيادة حرق النشاويات بنتكلم عن زيادة حرق النشاويات يعني انا بديك طاقة واحنا عايزين في الشيطة طاقة طبعا الحاجة التانية ان هي بتحسن برضو من تحسينة الانسوليل للسكر او الكولوكوز الموجود فيك دم حلو كمان بيستة مكتفتش بذلك قالت لك لا انا احط لك فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام فيتامينات عشان كده اللي قلت في الاول ايه لا تاخد الكورس بتاع البستة مع القلب من تفيت لان انا هنا بقى بنتكلم عن الفيتامين بستة اريدي فيها فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام الفيتامين سي بيعمل ايه بالاضافة اللي يدوره في المناعة فهو بيزود من حرق الدهون وبيزود من صاص الحديد لان مشكلة مع المريض اللي بيعمل نظام غذائي انه ممكن يخش مني في اناميا بقوله لا انت اي كمية اكل هتاخدها فيه كمية حديد فيتامين سي اللي موجودة في بستة هتزود من صاص الحديد اللي بتاخده يعني لا حيبقى فيه خمول ولا حيبقى فيه وهن طاقة ده خلية نتيجة الحال والاعراض اللي عادة بترتبط ومش هتخش مني بحيك احنا قلنا بقى الفيتامين سي تكتشف حضرتك بقى ايه بتقابلني مشكلة مع الناس اللي بتعمل نظام غذائي بتخس النوا بيجي بعد فترة يقولي انا عنده سعبات في الوزن هو عنده سعبات في الوزن ليه لان هو كمية الاكل قلت فكمية الفيتامين سي بالمعدن بتقل ووجد ان بعض الفيتامين زو المعدن لما بتقل الحرق بقى لازم بعمل ايه لازم ا Meine النحاس النحاس وجدة الهو بقى بكتook ومن 이�دا خلاصنا باسته وبناخد الباكو على كوباية مية قبل الوجبة الأساسية بتاعتك يعني ثلاث مرات في اليوم يعني أنت لو بتاكل لو حريك بتاكل ثلاث وجبات تقال هتاخده ثلاث مرات لو بتاخد الوجبة الأساسية بتاعتك الغداء بتاكل فيها كتير يبقى هتاخده قبل الغداء حسب الوجبة الأساسية بتاعتك لو أنت معظوم مرة باكل بسطة في جيبك هتروح واجده قبل ما تدقيه ما تخش في الأكل بتاعك طيب نروح بها احنا تكلمنا على فيتامن سيل الموجود في بستا هندوقتي هنتكلم على القلب مالطفيد فيتامن سيل معادل وإحنا داخلين على موسم الشتاء وأنا أعتقد أن موسم الشتاء هو متفصل للقلب مالطفيد ليه؟ أولا أنت عايز تزود مناع طبعا عايز تزود معدلات حرق عايز تزود طاقة صح؟ مصبوط هو ده القلب مالطفيد بيعمله لأنه عبارة عن 13 عنصر من الفيتامنات والمعادل واتكلمنا الوقت على النحاس وجد النحاس بتحسن من كفاية الغضاء الضرقية الغضاء الضرقية من الحاجات اللي بتتحكم في معدلات الحرق الإنسان اللي عنده خمول في الغضاء الضرقية وجد أنه عنده ناصف في النحاس أنا بديك النحاس تركيز 3 ميلي جرام في مالطفيد يبقى أنا حسنت لك من كفاية الغضاء الضرقية بتقلمنا علامات الشخوخة وجد الناس اللي بتصدر عليها علامات الشخوخة مبكرة ده نتيجة ناصف عنصر النحاس نجي نتكلم عن الزينك الزنك زمان حضرتك كنت تروح للدكتور لو أنت عندك مثلا نسي عايز حاجة للمناعة أو عايز حاجة لشعرك يديك الزنك وتاخده في قرص واحد بس قلب الملتفيت أو شركة بنشر عملت حاجة جديدة هي عملت لك 13 فيتامنزو معدن في قرص واحد بدل ما تاخد 13 مستخدر تملك في مستخدر واحد الزنك الزنك بيعمل إيه حضرتك بالإضافة أنه هو بيرفع من كفاءة المناعة وجد أن الناس اللي عندها نقص في الزنك ومعدات الحر عندها بتقل نروح لحاجة تاني مجموعة فيتامن بي كومبلاكس بيتولف اللي الناس بتقول السكر كونه بياخدوه أنا حتطوله في القلب ملتفيت كمان بيتولف بيعمل إيه حضرتك بيتولف بيحسن في عملية حر أو التمثيل الغذائي للكربوهدريت يعني لو بيتولف قال التمثيل الغذائي للكربوهدريت قال يبقى هتخس يبقى أنت محتاج أنك تخس يبقى لازم تحافظ على التركيز بتولف عالي عشان تحسن أو تبضل تثابت على التمثيل الغذائي للكربوهدريت نروح لحاجة تاني لأ هتسأزلك قبل ما نروح نروح بقى نشوف حالة على أرض الواقع تتعاملت مع مونتك بيستا نشوف تجربتها كانت عاملة زي مع بيستا ونرجع بعد إذن حداك نكمل كلامنا تفضل أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي أميرة أبو شوشة سني 39 سنة وزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة نزل الوزن في وقت بسيط أنا خدت بيستا وفرق معي جامد وكان منتج فعال جدا كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنصف ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بتعمه ولا أي مشكلة خالص بالعكس طعمه هايل جدا بتعم التفاح هايل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت طولة الجمهورية بفضل بيستا وأنصح أي حد عنده سنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا طيب الحمد لله تجربتها كانت سعيدة ونجحة أنا عايز بقى بما أن حضرتك مشكورا ابتدت تتكلم معانا في تفاصيل ألت مالتي فيت لو أنا دلوقتي ما عنديش خلفية قوي عن تفاصيل يعني مكونات بقية المنتجات المشابهة إيه اللي خليني أجيب ألت مالتي فيت وما أجيبش أي نوع تاني من أنواع المالتي فيتامس مش المفروض إن كلهم فيهم نفس المكونات ولا فيه اختلافات؟ لا هو الليل بمالتي فيت مستوه إنه بيجيب لك 13 فيتامانات وما عنده مجدد فرص واحد يعني أنت ممكن أن تلاقي منتجات تاني بس ما فيهاش المجموعة دي المجموعة اللي أنت محتاجها علشان تزود حر وتزود مناعة وترفع معدلات وتحتفظ على الطاقة بتاعتك هي دي مست الليل بمالتي فيت طيب مكوناته بقى لما تتراكم نحن نتكلم على إنه ناخد حباية يومياً كل يوم الصبح تمام فكرة إن حباية على حباية على حباية هل فيه تراكمات لمكونات الحباية دي أصلاً بتبدل في الجسم ولا كلها؟ حيث أصارت نقطة في منتهى الأهمية إيه هي؟ هو ناص الفيتامينات المعادن ده بيظهر إسفاجئة ولا لتراكمات السنين يعني مثلاً لو أنا عندي عيان عنده حشاشة عظام هل حشاشة العظام دي علشان هو قعد فترة مثلاً شهر أو شهرين ما ياخدش كلسم ولا هو من صغره من صغره ما بياخدش كلسم بالجور على الكفاية بتاعته لا الفيتامينات المعادن معروف إن هي long term يعني على المدى البعيد هو ما ياخدش الفيتامينات المعادن فعشان كده بيقوله حيك لا الفيتامينات المعادن ما فيهاش أي مشكلة إنك تاخدها روتيني يعني أنت من أول ما تقدر تبلع القرص بتاع القلب ملتفيد أنت بتاخده ما عندكش أي مشكلة خالص لأنه ما بيترصبش هو بينزل أنت الجسم بيستفيد من الكفاية بتاعته وبعد كده الباقي بيخرج عن طريق البول أو عن طريق البراز فهنفيش أي مشكلة فيه خلي بقى لك أنا أصدرت الموضوع الكالسام لأنه عجبتني الحالة هي رياضية وست وعندها ساعة وثلاثين سنة خلي فيك إحنا بتقبلنا مشكلة مع السيدات بعد انقطاع الضوء الثمس اللي بيحصل بتهاني من الشاشة العظام فأنا بقول لها لأ أنت من الأول خالص بقى كده هتأخذي القلب الملتفيد اللي هو فيه الكالسام فأنت مش هتعاني من الشاشة العظام بعد سنة الخمسة واربعين وهي رياضية وهي محتاجة تأخذ حاجة تديها طاقة طبعا وفي نفس الوقت بتحافظ على جسمها بيستا والقلب الملتفيد طيب أنا عايز بقى أروح مع حضرتك بعد إذنك لشوية أسئلة وصلت لنا لا تفضل منهم سؤال من هاجر محمود بتقول أنا كنت تعبانة من فترة وكنت باخد برشام عملي مية تحت الجلد وزود وزني جدا فهل لو أخدت كورس بيستا هيخليني أتخلص من المية دي وأنزف الوزن هي بتعاني تحديدا من المية لتحت الجلد لا بص حقيقة المية لتحت الجسم دي لازم تروح للدكتور المتخص الأول عشان نشوف المية دي سبب إيه لأن ممكن موضوع المية ده يبقى فيه كذا سبب بعد ما بتحلي مشكلة المية بتتناول بالعكس هي بقى كورس بيستا والإلم منطفيت هو مناسب لها جميل جدا بس لازم تروح لحد متخص الأول عشان نشوف موضوع المية دليل جميل طيب سؤال تاني منه سيد محمود بسيوني بيقول عن عندي 31 سنة وزني 117 كيلو حاولت أنزل الجيم كتير بس بخس بمعدل بسيط جدا وعملت تحاليل وطلع الحرق عندي قليل فممكن أعرف هحتاج أمشي على كورس قد إيه بس أو حقيقة مزة كورس بيستا والإلم منطفيت أنت بتمشى على كورس لحد لما تصل الأبجيكتي بتاعك لها بتاعك أنك عايز مثلا تنزل 30 كيلو فأنت بتأخذ بيستا والإلم منطفيت لحد ما تنزل لـ 30 كيلو بس هو معدلات الحرق عنده لإيه لا ليه وده لازم سؤاله هو لازم يسأله لنفسه وهل التحليل اللي عمالها هل تحليل طلعت المعدلات بتاعتها طبيعية ولا فيه خلل يعني مثلا هل فيه عنده مشكلة في الغضاء الضرقية هل عنده مشكلة فيتامين دي يعني لازم يحلل الموضوع ده الأول لازم آه لازم التحليل دي يعملها عشان الأول نتأكد أنه الأمور عنده الحال عنده في صورة طبيعية الحال عنده في صورة طبيعية هياخد القلب منطفيت الصبح قرص بعد الفطار وياخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة طيب حذك يعني في مجمل جابتك على السؤال ده بتقول مثلا هو عايز ينزل مثلا 30 كيلو فخلاص نزلهم بالمناسبة اللي عايز يفقد عدد معين من الكيلوات تمام وخلاص فقدهم بالفعل يكمل على فيستا ولا يمتنع ولا لو وقفوا هيرجع تاني كل شيء كما كان ولا الدنيا ولا المعدة هتكون اتعودت على فكرة الانكماش والتمدد بس هو حريك اللي اتقلت ده كله هو اللي بيحصل نتخلي بالك احنا لما بدينا نعمل العين بتاع اليوم الفري هو بعد فترة في اليوم الفري حتى ما بدرش يأكل لأنه هو المعدة بتاعته خلي بالك احتاجاتها للأكل قلت تمام ولكن المشكلة بتوجده ان هو ممكن نزودها سنة سنة فدي مشكلة ده رقم واحد بياخدوا برضو بيستا في اليوم الفري ده فيه بقى لا خلي بالك اصلي هي بيستا من ذلك ان هي منتجات طبيعية مكون من مكونات طبيعية تمام خلي بالك اي أكلة دسمة انت هتاكلها حتى لو وصلت للوزن المثالي بتاعك خد بيستا يعني انت وصلت للوزن المثالي بتاعك بس انت بقى متروحش تقول لي اصر معزوم برا وهاكل كذا وكذا وكذا لا يبقى لازم تاخد باستا يبقى اذا لما بوصل للوزن المثالي انا في الوجبات اللي انا بحس ان انا باكل فيها كتير ااخد باستا جميل طيب السؤال اللي بعد كده من استاذة صحر خالد بتقول انا كنت حامل في توأم كان وزني 120 كيلو خسيت بعد الولادة 7 كيلو لما مشيت على دايت ومنزلتش تالي من ساعتها وانا معتمدة على الرضاعة الطبيعية حضرتك تنصحني بيه لا بصحر هو الطبيعي يقول ان الرضاعة الطبيعية من ضمن الحاجات اللي بزود عاملات الحر دي اولا لازم تزود معدات المياه كتير قوي يعني لازم تشرب مياه كتير مياه كتير ده فيه مستين المياه بتزود بترفع معدات الحر ده رقم واحد رقم اتنين ان هي بتدرد لابن في صدرها كتير خدلك هي مشكلة عندها في حتة السوائل انما هل تاخد تاخد ايه المنطبية ومشكلة انما بست يقرر طيب احنا الغد دلوقتي معظم الحالات اللي استشهدنا بيها او الاسئلة اللي جات لنا جات لنا من ناس مش صغيرين في السن لكن للأسف بقينا بنشوف كتير اطفال بيعانوا من سمنة مفرطة تلاقي طفل ماكملش 11 سنة وبسم الله ما شاء الله وطبعا ده بيبقى له مليون انعكاس سلبي عليه نفسيا وصحيا وجسديا وكل الامور هل في حد ادنى من الاعمار اللي ممكن تتعامل مع المنتج بس اولا بس هنا الاطفال عايزين هنا هنستغل معا بحاجتين هيقد البستا امن مفيش اي مشكلة فيه لان هو مقام بيستا على فكرة من مجرد ما يقدر هو يتقبل طعم بيستا ولازم انا خليه يعني ممكن ندول على فكرة من سنة سبعة سنين يعنيش اي مشكلة خالص الحاجة التانية بس لازم هنا يمارس رياضة وخلا بلك الطفل ده انا مش عايز امنعه عن الاكل انا عايز اقلله كمية اكل لان هو جسمه محتاج ياخد الاكل عشان ينمو يبقى هنا بديله كورس بيستا يبقى انا قلتله كمية الاكل اللي بياخدها بياخد القلب منطفيت لو هو يقدر يبلع الحاجة التانية بيمارس الرياضة فهو امن وفيش المشكلة فيه خالص حاجتول لو يقدر يبلع فانت اذا بتتكلم على حتى اعمار مبكرة اه اه ايه ايه بس بتوجينا مشكلة يعني مثلا قرس بتاع القلب منطفيت هو هيقدر يبلع ولا لا عشان برضو انا مش عايز اقصبه على الحاجة ومش يقدر يعملها طيب طيب هل فيه اي مشكلة عند الناس اللي عندها مشاكل مع امراض مزمنة ضغط احنا كلمنا في السكر من شوية وعرفت من حداك انه بالعكس ده مفيد ان هو يستخدم بيستا كمان طيب امراض الضغط امراض القلب النوع ده من الامور هو حريك احنا اتفقنا في بيستا ان هو عبارة عن ياف زوابة ايغ زوابة الالاف الزوابة بتقلب من نسبة الكولسترول للضار في الجسم فاذا هو بيستا مخصوص او متفصل لأمراض القلب او امراض الضغط على فكرة هو العيان الوحيد اللي انا مش بديه ريستا هو العيان اللي يعاني من فشل كلاوي ده ما ياخدش ست الحامل والرضع ده under trial لسه تحت التجربة والبحث تمام ولكن العيان الوحيد اللي هو عنده فشل كلاوي هو اللي يقوله ما ياخدش بيستا بس اي عيان تاني هو بيستا متفصله بالمنطقة الحقيقة بتتكلم به اه الحقيقة ده يا ناني يعني احنا منتكلم في الاخر على منتج ليه علاقة بفقدان الوزن اي نعم لكن ده حديك قلت لنا حاجات ده مفيدة على كل الاصعيد اصلا وخلي بالحركة هو السمنة مرتبطة بمعظم الامراض صحيح يعني انت اول ما تروح الدكتور العطبي يقولك لازم تخس دكتور العطبي يقولك لازم تخس بس عايزة تخسسك بطريقة صحية وبطريقة امنة وبطريقة سهلة ان انا مش همنعك ان انا قلل لك انا نعرف معلومة حديك طبعا ياريت تصحح حالي لو كانت خاطئة او تأكدها لو كانت صحيحة هو فعلا السمنة المفرطة هي مدخل او بوابة الاكتر من 44 مرض مختلف لو ما 48 كمان وكل شوية بيزيدوا لان كل شوية بنكتشف يعني مثلا حاجة تكتشف ان المريض الدكتور الأنف والأذن لو انت بتعاني من التهاي في الجوب الأنفية وبالتبعية بتعاني من شخير يقول لك لازم تخس انا ممكن ملجأش العملية لو انت خسيت مثلا لا ده الموضوع ده مليان تفاصيل اه اه وعلى فكرة كلمة حق لازم تقولها النهاردة الرئاسة لما جاءت عملت حملت 100 مليون صحة كانت مدخلة من ضمن القاتل بتاعتها ايه السمنة بتقس وزنك بطورة ان هو مرتبط بكل الأمراض التاني صحيح انا الوقت المتاح اتصادي يعني يا دو بيسمح لي ان انا شكر حضرتك جزيل شكرا على وجودك هو بس تسمح لي في نص دي شركة بيونات شرل ما تكتفتش بكده بس بتديك مع الكورس ده فيتامين دي هتقدم على القلب ما تفيت لهو بعد الفطار عشان فيتامين دي ليه علاقة بالكلسام بيونات شرل كمان بتديك القهوة الخضرة عشان ترفع من معدات الحال اللي انت محتاجها في الشتاء كل ده يعني حاجة عظيمة جدا انا اللي بشكرك على وجودك جزيل شكرا وشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم دينا ونشوفكم على خير ان شاء الله الى اللقاء